حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عيش بن أبي ربيعة عن زيدي بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف وأفاض حين غابت الشمس ثم أردف أسامة فجعل يعنق على بعيره والناس يضربون يمينا وشمالا يتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس ثم أت جمعا فصل بهم الصلاتين المغرب والعشاء ثم بات حتى أصبح ثم أت قزح فوقف على قزح فقال هذا الموقف وجمع كلها موقف ثم سار حتى أتى محسرا فوقف عليه فقرع ناقته فخبت حتى جاز الوادية الوادية ثم حبسها ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومن أن كلها منحر قال واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت أن أبي شيخ كبير قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه قال نعم فأدي عن أبيك قال وقد لو عنق الفضل فقال له العباس يا رسول الله لمهل ويت عنق أبن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم أمن الشيطان عليه ما قال ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج ثم أتىه آخر فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال أحلق أو قصر ولا حرج ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطالب سقايتكم ولولا أن يغلبكم الناس عليها لا نزعت بها حثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حربي بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح عليه وبول الجرية يغسل قال قتادة هذا ما لم يطعما فإذا طعم غسل بولهما حان عبد الله بن أحمد قال حدثني أحمد بن عبدة البصري حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن زيدي بن علي بن حسين بن علي عن أبيه علي بن حسين عن عبيد الله بن أبي رافعا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد فقال هذا الموقف وكل عرفة موقف ثم دفع يسير العنق وجعل الناس يضربون يمينا وشمالا وهو يتفت ويقول السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس حتى جاء المزدلفة وجمع بين الصلتين الصلتين ثم وقف بالمزدلفة فوقف على قزح وأردف الفضل بن عباس وقال هذا الموقف وكل المزدلفة موقف ثم دفع وجعل يسير العنق والناس يضربون يمينا وشمالا وهو يتفت ويقول السكينة السكينة أيها الناس حتى جاء محسرا فقرع راحللته فخبت حتى خرج ثم عاد لسيره الأول حتى رم الجمرة ثم جاء المنحر فقال هذا المنحر وكل من المنحر ثم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت أن أبي شيخ كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها فيجزئ عنه أن أؤديها عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وجعل يصرف وجه الفضل بن العباس عنها ثم أتاه رجل فقال إني رميت الجمرة وأفضت ولبست ولم أحلق قال فلا حرج فاحلق ثم أتاه رجل آخر فقال إني رميت وحلقت ولبست ولم أنحر فقال لحرج فانحر ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ثم قال انزعوا يا بني عبد المطالب فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت قال العباس يا رسول الله إني رأيتك تصرف وجه أبني أخيك فقال إني رأيت غلاما شابا وجارية شابة فخشيت عليهما الشيطان حثنا أبو سعيد مولى بني هاشمين حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن الحريث عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عوذ مريضا قال أذهب الباس رب الناس شفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما حثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن الحريث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا دون ما شورت المؤمنين لا أمرت ابن أم عبد حدثنا أبو سعيد حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام مدني مولا لآل عمر حدثنا يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمر بن سليمين عن أمه قالت بينما نحن بمنا إذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومها أحد واتبع الناس على جمله يصرخ بذلك حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه ورفعه قال من كذب في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة حدثنا أبو سعيد وحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر عند الإقامة حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الواحد بن زياد الثقافي حدثنا عمارة بن القعقاع عن الحارث بن يزيد العكلي عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي قال قال علي كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان قائما يصلي سبح بي فكان ذاك إذنه لي وإن لم يكن يصلي أذن لي حدثنا عبد الله حدثنا إسماعيل بن عبيدي بن أبي كريمة الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيدي بن أبي أنيسة عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه قال سمعت علي يقول أتني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم وفطمة وذلك من السحر حتى قام على الباب فقال ألا تصلون فقلت مجيبا له يا رسول الله إنما نفوسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلى الكلام فسمعته حين ولا يقول وضرب بيده على فخيذه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قومين قد بنوا زبية للأسد فبينهم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر ثم تعلق رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقط له وماتوا من جراحتهم كلهم فقاموا أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا فأتاهم علي رضي الله عنه على تفئة ذلك فقال تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الديتي وثلث الديتي ونصف الديتي والدية كاملة فللأول الربع لأنه هلك من فوقه وللثاني ثلث الديتي وللثالث نصف الديتي فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فقال أنا أقضي بينكم واحتبى فقال رجل من القوم إن علي قضى فينا فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بهز حدثنا حماد أنبأ نسي ماك عن حنش إن علي رضي الله عنه قال وللرابع لدية كاملة حثنا عبد الله قال كتب إلي قوتيبة بن سعيد كاتبت إليك بخطي وختمت الكتاب بخاتم يذكر أن الليث بن سعد حدثهم عن عقيل عن الزهري عن علي بن الحسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفطيمة رضي الله عنها فقال ألا تصلون فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا وانصر فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فاخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا حدثنا عبد الله حدثني نصر بن علي الأزدي أخبرني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي حدثني أخي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسين وحسين رضي الله عنهما فقال من أحبني وأحب هذيني وأباهما وأمهما كان معي في درجة يوم القيامة حسن حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله ابنه بيرة السبائي عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها حسن وأبو سعيد مولى بن هاشمين قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله ابنه بيرة عن عبد الله بن زرير أنه قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حسن يوم الأضحى فقرب إلينا خزيرة فقلت أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا البط يعني الوزة فإن الله عز وجل قد أكثر الخير فقال يا أبنى زرير إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان قصعة يأكلها هو وأهله وقصعة يضعها بين يدي الناس حسن معتمر ابن سليمان عن أبيه عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال ما رامدت منذ تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني حسن محمد بن فضيل حدث نام مطرف عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره ثم ثبت له الوتر في آخره حسن عبد الله حدث نام أبو إبراهيم الترجماني حدث بن الفرج بن فضالة عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان رضي الله عنه عن أمه فاطمة بنت حسين عن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضموا النظر إلى المجذمين وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح حن عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا هارون بن مسلمين حدثنا القاسم بن عبد الرحمني عن محمد بن علي عن أبيه عن علي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أسبغ الوضوء وإن شق عليك ولا تأكل الصدقة ولا تنزل حمير على الخيل ولا تجالس أصحاب النجوم حدنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبر قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ كفا من ماء فمضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حسنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن ثعلبة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا محمد بن فضيل حدثنا المغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا ألها فيما ملكت أيمانكم حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم ابن كليب عن أبي بردت ابن أبي موسى عن أبي موسى عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه السباحة أو التي طليها حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمل أنباء الزهري عن أبي عبيد مول عبد الرحمن بن عوف قال ثم شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ذلك يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة وصلى بلا أذاء ولا إقامة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق ثلاثة أيامين حدثنا عبد الله حدثني سريج بن يونس حدثنا علي بن هاشمين يعني ابن البريد عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن عمر بن علي بن حسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء الدنيا والآخرة ولم يخير هن الطلاق حدثنا عبد الله قال وحدثنا يحي بن أيوب حدثنا علي بن هاشمي بن البريد فذكر مثله وقال خير نساء بين الدنيا والآخرة ولم يخير هن الطلاق حدثنا أبو يوسف المؤدب يعقوب جرون حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطالب عن عبد الرحمني بن الحارث عن زيدي بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد حثنا محمد بن أبي عادي عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة حتى آبت الشمس حثنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله أبني محمد بن علي عن أبيهما وكان حسن أرضاهما في أنفسنا أن علي قال لابن عباس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر حنى سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبني أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقصم بدنه أقوم عليها وأن أقصم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجازرة منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا حثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيدي بن أثي عن رجل من همدان سألنا علي رضي الله عنه بأي شيء بعثة يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه في الحجة قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا حنى سفيان عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات حدثنا سفيان عن عطائي بن سائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال 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 النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطيكم وأدعو أهل صفة تلوا بطونهم من أجوع وقال مرة لا أخدمكما وأدعو أهل صفة تطوى حثنا أبو عبد الرحمة عبد الله بن أبي زياد القطواني حدثنا زيد بن الحباب أخبراني حرب أبو صفيان المنقري حدثنا محمد بن علي أبو جعفر حدثني عمي عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفة والمروة في المزع كاشفا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه حان عبد الله حدثني أبو كريبا محمد بن العلا حدثنا أبن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال 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 علي رضي الله عنه كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن فإن كان في صلاة سبح وإن كان في غير صلاة أذن لي حثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سألنا علي رضي الله عنه هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بعد القرآن قال لا والذي فلق الحبة وبراء النسمة إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلا في القرآن أو ما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفك كل أسير ولا يقتل مسلم بكفر حدثنا سفيان عن عمر قال أخبرني حسن بن محمد بن علي أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وقال مرة إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا لوضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادبنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب قلنا لا تخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب قال فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فإذا فيه من حاطيب ابن أبي بلتعت إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطيب ما هذا قال لا تعجل علي إني كنت امرأا مصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة فأحببت إذ فاطني ذلك من أن سبي فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابة وما فعت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن دين ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل لها قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم حدثنا عبد الله حدثني حجاج بن يوسف الشاعر حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن عطائي بن سائب عن موسى بن سالمين أبي جهضمين أن أبو جعفر حدثه عن أبيه أن علي رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ثلاثة قال فما أدري له خاصة أم للناس عامة نهاني عن القاسي والميثارة وأن أقرأ وأنا راكع حدثنا عبد الله حدثني وهب بن بقية الواسطي حدثنا عمر بن يونس يعني اليمامية عن عبد الله بن عمر اليمامي عن الحسن بن زيدي بن حساء إن حدثني أبي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمار رضي الله عنهما فقالا يا علي هذاني سيدكه لأهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين أنا سفيان عن أبن أبي نجيح عن أبيه عن رجل سمع علي رضي الله عنه يقول أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبنته فقلت ما لي من شيء فكيف ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه فقال هلاك من شيء قلت لا قال فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا قالا هي عندي قال فأعطها إياه حنى سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن مجاهد عن أبن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستخدمه فقال ألا أدلك على ما هو خير لكن من ذلك تسبحين ثلاثا وثلاثين وتكبرين ثلاثا وثلاثين وتحمدين ثلاثا وثلاثين أحدها أربعا وثلاثين حدثنا عبد الله حدثني عبد الأعلى بن حمد النرسي حدثنا داود بن عبد الرحمني حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازي عن أبي عمر البجلي عن عبد الملك بن سفيان الثقافي رضي الله عنه عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب حدثنا عبد الله حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المنذر عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ حدثنا عبد الله حدثني عقبة بن مكرمين الكوفي حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن اسحاق عن سعيدي بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا مغيرة بن مقسمين حدثنا الحارث العكلي عن عبد الله بن نجي قال قال علي رضي الله عنه كان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مدخلاني بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلت نحنح فأتيته ذات ليلة فقال أتدري ما أحدث الملك الليلة كنت أصلي فسمعت خشفة في الدر فخرجت فإذا جبريل عليه السلام فقال ما زلت هذه الليلة أنتظرك أن في بيتك كلبا فلم أستطع الدخول وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنوب ولا تمثال حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان الهمداني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن يضح بالمقابلة أو بمدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن هلال عن وهبي بن الأجدعي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة حدثنا يحيى بن سعيد عن أبن عجلان حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حناين عن أبيه عن أبن عباس عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقرأ وأنا ركع وعن خاتم الذهب وعن القسي والمعصفري حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي الليل فقال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده فقال له علي رضي الله عنه أعائدا جئت أم شامتا قال لا بل عائدا قال فقال له علي رضي الله عنه إن كنت جئت عائدا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح حثنا عبد الله حدثنا السويد بن سعيد في سنة ست وعشرين ومائتين حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال أبو عبد الرحمن قلت لسويد ولما سمي الزنجية قال كان شديد السوادي عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيدي بن علي بن الحسين عن أبيه عن عبيد الله بن رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد فقال هذا موقف وكل عرفة موقف ثم دفع فجعل يسير العنق والناس يضربون يمينا وشمالا وهو يتفيت ويقول السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس حتى جاء المزدلفة فجمع بين الصلاتين ثم وقف بالمزدلفة فأردف الفضل بن عباس ثم وقف على قزح فقال هذا الموقف وكل المزدلفة موقف موقف ثم دفع فجعل يسير العنق والناس يضربون يمينا وشمالا وهو يتفيت ويقول السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس فلما وقف على محصر قرع راحل لتهو فخبت به حتى خرجت من الوادي ثم سار مسيرته حتى آتى الجمرة ثم دخل المنحر فقال هذا المنحر وكل من المنحر فذكر مثل حديث أحمد بن عبدة عن المغيرة بن عبد الرحمن مثله أو نحوه حسنا عبد الله حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيدي بن جبيرة عن داودا بن الحسين عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض العرب إلا منافق حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم اللي الطيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة الصحيفة فيها أسنان الأبل وأشياء من الجراحات فقد كذب قال وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعيا لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعيا لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم حثنا أبو معاوي تحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجوا في آخر الزمان أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوزوا إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة حثنا أبو معاوي تحدثنا الأعمش عن مسلمين عن شتير بن شكل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا ثم صلىها بين العشاءين بين المغرب والعشاء حثنا أبو معاوي تحدثنا الأعمش عن المنذر أبي على عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال كان رجلا مذاء فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال فقال للمقداد سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي قال فسأله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء حثنا عبد الله بن نمير حدثنا حجاج عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الرجل وهو ركع أو ساجد حثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن الصلمي عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لاك تنوق في قريش وتدعنا قال وعندكم شيء قال قلت نعم ابنة حمزة قال إنها لا تحل لي هي ابنة أخي من الرضاعة تحدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن الصلمي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين جالسا وفي يده عود ينكت به قال فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار قال فقالوا يا رسول الله فلما نعمل قال العمل فكل ميسر لما خلق له أما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما من باخل واستغن وكذب بالحسن فسنيسره للعسر حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن الصلمي عن علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار قال فلما خرجوا قال وجد عليهم في شيء فقال قال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطيعوني قال قالوا بل قال فقال اجمعوا حطبا ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال عزمت عليكم لا تدخلنها قال فهم القوم أن يدخلوها قال فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوا قال فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال لهم لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إنما الطاعة في المعروف حثن إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن عمر قال حدثني واقد بن عمر بن سعدي بن معاذ قال شهدت جنازة في بني سلمة فقمت فقال لنافع بن جبير إشلس فإني سأخبرك في هذا بثبت حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا الجلوس حان إسماعيل عن سعدي بن أبي عروبة عن عبد الله هدى ناجي عن حضي أبي ساسان الرقاشي أنه قدم ناس من أهل الكوفة على عثمان رضي الله عنه فأخبروه بما كان من أمر الوليد أي بشربه الخمر فكلمه علي في ذلك فقال دونك أبن عمك فأقم عليه الحد فقالا يا حسنكم فاجلده قال ما أنت من هذا في شيء ولي هذا غيرك قالا بل ضعفت ووهنت وعجزتكم يا عبد الله ابن جعفر فجعل عبد الله يضربه ويعد علي حتى بلغ أربعين ثم قال أمسك أو قال كف جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة حسن إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن يكانة عن عبيد الله الخولاني عن أبن عباس رضي الله عنه قال دخل علي علي بيت فدع بوضوء فجئته بقعب يأخذ المد أو قريبه حتى وضع بين يديه وقد بال فقال يا أبن عباس ألا أتوضأ أولا كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بل في داك أبي وأمي قال فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فسك به ما وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا من ماء بيده اليوم فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليوم إلى المرفق ثلاثا ثم يده الأخرى مثل ذلك ذلك ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما ثم أخذ بكفيه من الماء فسك بهما على قدميه وفيه ما النعلو ثم قلبها بها ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك قال فقلت وفي أن علي قال وفي أن علي قلت وفي أن علي قال وفي أن علي قلت وفي أن علي قال وفي أن علي حسن إسماعيل حدثنا أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال ذكر الخوارج فقال فيهم مخداج اليد أو مودن اليد أو المثدن اليد لولا أن تبطروا لا حدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد قلت أنت سمعته من محمد قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة حتى نأبو معاوية تحدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا حدثنا يحيى بن سعيد عن صفيان حدثنا محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إذا بعثتني أكونك السكة المحمات أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب قال الشاهد يرى ما لا يرى الغائب حتى نأي يحيى عن شعبة حدثنا منصور قال سمعت ربعيا قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من يحيى عن شعبة حدثنا منصور قال سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من يكذب علي فإنه من يكذب علي يا لجأ النار حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا محمد بن المنكدري عن مسعودي بن الحكامي عن علي رضي الله عنه قال قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا حتى نأي يحيى عن شعبة حدثني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنوب ولا صورة ولا كلب حتى نأي يحيى عن هشامين حدثنا قتادة عن جري بن كولي بن عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بي عطباء القرن والأذن حتى نأي يحيى عن سوفيان حدثني سليمان عن إبراهيم للطيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول ليس بالكوفة عن علي رضي الله عنه حديث أصح من هذا حتى نأي يحيى عن مجالد حدثني عامل عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أكل الرباء ومواكله وكاتبه وشهديه والحاوى المحلال لهوى مانع الصدقة والوشيمة والمستوشمة حتى نحيى عن الأعمش عن عمري ابني مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السن قال قلت تبعثني إلى قومين يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء قال إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك قال فما شككت في قضاء بين اثنين بعد حتى نحيى عن شعب تحدثنا عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وجع وأنا أقول اللهم ما إن كان أجلي قد حضر فأرحني وإن كان آجلا فإرفعني وإن كان بلاء فصبرني قال ما قلت فأعدت عليه فضرباني برجله فقال ما قلت قال فأعدت عليه فقال اللهم عافه أو أشفه قال فما اشتكيت ذلك الوجع بعد حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه فذكر معناه إلا أنه قال اللهم عافه اللهم أشفه فما اشتكيت ذلك الوجع بعد حدثنا يحيى عن شعبة تحدثني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال أتيت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحمة ولا يحجزه وربما قال يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة حدثنا أبن نمير حدثنا عبد الملك عن أبي عبد الرحيم الكندي عن زذان أبي عمر قال سمعت علي في الرحبة وهو ينشد الناس من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غديره وهو يقول ما قال فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من كنت مولاه فعلي مولاه حدثنا أبن نمير حدثنا الأعمش عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش قال قال علي رضي الله عنه والله إنه مما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو أسامة أنبأنا زائدة حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة حدثنا في خميل وقربة ووسادة آدمين حشو هليف الإذخري حدثنا أسباط بن محمد حدثنا نعيم بن حكيمين المدائني عن أبي مريم عن علي رضي الله عنه قال انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس وسعيد على منكبي فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفا فنازل وجلس لنبي الله صلى الله عليه وسلم وقال اصعد على منكبي قال فسعدت على منكبيه قال فنهض بي قال فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء حتى سعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس فجعت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضف به فقذفت به فتكسرا فتكسرا كما تتكسر القوارير ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى تورينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس حانا فضل بن دكا حدثنا ياسين العجلي عن إبراهيم ابن محمد ابن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي من أهل البيت يصلحه الله في ليلة حانا محمد بن عبيد حدثنا هاشم بن البريد عن حسين بن ميموء عن عبد الله بن عبد الله قاضي عن عبد الرحمن بن أبي الليل قال سمعت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول اجتمعت أنا وفاطمة رضي الله عنها والعباس وزيد بن حريثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العباس يا رسول الله كبر صني ورق عظمي وكثرت مؤنتي فإن رأيت يا رسول الله أن تأمر لي بكذا وكذا وسقا من طعمين ففعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة يا رسول الله إن رأيت أن تأمر لي كما أمرت لعمك ففعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل ذلك ثم قال زيد بن حريثة يا رسول الله كنت أعطيتني أرضا كانت معيشتي منها منها ثم قبضتها فإن رأيت فأنت ردها علي فقل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل فقالت فاطمة يا رسول الله إن رأيت أن تأمر لي كما أمرت لعمك ففعل فقال رسول الله نفعل ذلك قال فقلت أنا يا رسول الله إن رأيت فأنت وليني هذا الحق الذي جعله الله لنا في كتابه من هذا الخموس فأقسمه في حياتك كي لا ينازعنيه أحد بعدك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل ذلك فولانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمته في حياته ثم ولانيه أبو بكر رضي الله عنه فقسمته في حياته ثم ولانيه عمر رضي الله عنه فقسمته في حياته حتى كانت آخر سنة من سن عمر رضي الله عنه فإنه أتاه مال كثير حثنا محمد بن عبيد حدثنا شرحبي بن مدرك الجعفي عن عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه قال قال لي علي رضي الله عنه كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة لم تكن لأحد من الخلائق إني كنت آتيه كل سحر فأصلم عليه حتى يتنحنح وإني جئت ذات ليلة فصلمت عليه فقلت السلام عليك يا نبي الله فقال على رسلك يا أبا حسن حتى أخرج إليك فلما خرج إلي قلت يا نبي الله أغضبك أحد قال لا قلت فملاك لا تكلمني فيما مضى حتى كلمتني الليلة قال سمعت في الحجرة حركة فقلت من هذا فقال أنا جبريل قلت أدخل قال لا اخرج إلي فلما خرجت قال إنه في بيتك شيئا لا يدخله ملك ما دام فيه قلت ما أعلمه أعلمه يا جبريل قال اذهب فانظر ففتحت البيت فلم أجد فيه شيئا غير جرو كلب كان يلعب به الحسن قلت ما وجدت إلا جرو قال إنها ثلاث لن يلي جمالك ما دام فيها أبدا واحد منها كلب أو جنابة أو صورة روح حانا محمد بن عبيد حدث نشرح بيل بن مدرك عن عبد الله بن نجي عن أبيه أنه سار مع علي رضي الله عنه وكان صاحب مطهرته فلما حاذنين وهو منطلق إلى صفينا فناد علي رضي الله عنه اصبر أبا عبد الله بشط الفرات قلت وماذا قال قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يومين وعيناه تفيضان قلت يا نبي الله أغضبك أحد ما شأن عينيك تفيضان قال بل قام من عندي جبريل قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات قال فقال هلاك إلى أن أشمك من تربته قال قلت نعم فمد يده فقبض قبضة من ترابا فأعطانيها فلم أملك عيني أنفاضة حنى مروان بن معاوية الفزاري أنبأنا الأزهر بن راشد الكاهلي عن الخضري بن القواسي عن أبي سخيلة قال قال علي رضي الله عنه ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وسأفسر هلاكا يا علي ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أكرم من أن يثني عليهم العقوبة في الآخرة وما عفى الله تعالى عنه في الدنيا فالله تعالى أحلم من أن يعود بعد عفوه حنى وكيع حدثنا سفيان وإسرائيل وأبي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا علي رضي الله عنه عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال إنكم لا تطيقونه قال قلنا أخبرنا به نأخذ منهما أطقنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة العصر من هاهنا من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا يعني من قبل المغرب قام فصل أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين قال قال علي رضي الله عنه تلك ست عشرة ركعة تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار وقال لمن يداوم عليها حدثنا وكيا عن أبيه قال قال حبيب ابن أبي ثابت لأبي إسحاق حين حدثه يا أبا إسحاق يسوى حديثك هذا ملأ مسجدك ذهبا حثنا أسود بن عامر وحسين قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال من كل الليل قد أوتج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فثبت الوتر آخر الليل حثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتمين مثل الصلاة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال أوتج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وآخره وأوسطه فانته وتره إلى السحر حثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا حثنا وكيع حدثنا عبد الملك بن مسلمين الحنفي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إننا نكون بالبادية فتخرجوا من أحدنا الرويحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يستحي من الحق إذا فعل أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن وقال مرة في أدوارهن حسنا إسحاق بن عيسى الطبع حدثني يحيى بن سليمين عن عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن عبيد الله بن عياض بن عمرن القاري قال جاء عبد الله بن شدد فدخل على عائشة رضي الله عنها ونحن عندها جلوس مرجعه من العراق لياليا قتل علي رضي الله عنه فقالت له يا عبد الله بن شدد هل أنت صادق عما أسألك عنه تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي رضي الله عنه قال وما لي لا أصدقك قالت فحدثني عن قصتهم قال فإن علي رضي الله عنه لما كاتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس فنازلوا بأرض يقالوا لها حرورة من جانب الكوفة وإنهم عتبوا عليه فقالوا أنسلخت إن سلخت من قميص ألبسكه الله تعالى واسمين سماك الله تعالى به ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله تعالى فلما أنبلغ علي رضي الله عنه ما عتبوا عليه وفارقوه عليه فأمر مؤذنا فأذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمامين عظمين فوضعه بين يديه فجعل يسكه بيده ويقولوا أيها المصحف حدث الناس فنداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ما تسألوا عنه إنما هو مداد في ورق ونحن نتكلم بما روينا منه فماذا تريد قال أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل ونقم علي أن كتبت معاوية كتب علي بن أبي طالب وقد جاءنا سهيل بن عمر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل لا تكتب باسم الله الرحمن الرحيم فقال كيف نكتب فقال أكتب باسمك اللهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب محمد رسول الله فقال لو أعلموا أنك رسول الله لم أخالفك فكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشا يقول الله تعالى تعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو أن لهو اليوم الآخر فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس رضي الله عنه فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء يخطب الناس فقال يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به هذا ممن نزل فيه وفي قومه قوم خصمون فردوه إلى صاحبه ولا توضعوه كتاب الله فقام خطباؤهم فقالوا والله لنواضي عنه كتاب الله فإن جاء بحق نعرفه لنتبع عنه وإن جاء بباطل لنبكيتنه بباطله فوضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيامين فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب تائب فيهم ابن الكواء حتى أدخلهم على علي الكوفة فبعث علي رضي الله عنه إلى بقيتهم فقال قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة فإنكم انفعتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء أن لها لا يحب الخائنين فقالت له عائشة رضي الله عنها يا أبن شداد فقد قتلهم فقال والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدما واستحلوا أهل الذمة فقالت الله قال الله الذي لا إله إلا هو لقد كان قالت فما شيء بلغني عن أهل الذمة يتحدثونه يقولون ذوء الثدي وذوء الثدي قال قال قد رأيته وقمت مع علي رضي الله عنه عليه في القتل فدعا الناس فقال أتعرفون هذا فما أكثر من جاء يقول قد رأيته في مسجد بن فلاء يصلي ورأيته في مسجد بن فلاء يصلي ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك قالت فما قول علي رضي الله عنه حين قام عليه كما يزعم أهل العراق قال سمعته يقول صدق الله ورسوله قالت هل سمعت منه أنه قال غير ذلك قال اللهم لا قالت أجل صدق الله ورسوله يرحم الله عليا رضي الله عنه أنه كان من كلامه لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث حثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن شعبة عن الحكم عن أبي محمد الهوذلي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدعو بها وثنا إلا كسره ولا قبرا إلا سواه ولا صورة إلا لطخها فقال رجل أنا يا رسول الله فانطلق فهاب أهل المدينة فرجع فقال علي رضي الله عنه أنا أنطلق يا رسول الله قال فانطلق فانطلق ثم رجع فقال يا رسول الله لم أدع بها وثنا إلا كسرته ولا قبرا إلا سويته ولا صورة إلا لطختها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم ثم قال لتكون النفتانا ولا مختالا ولا تاجرا إلا تاجر الخير فإن أولئك هم المسبوقون بالعمل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن رجل من أهل البصرة قال ويكنونه أهل البصرة أبا مورع قال وأهل الكوفة يكنونه بأبي محمد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فذكر الحديث ولم يقل عن علي رضي الله عنه وقال ولا صورة إلا طلقها فقال ما أتيتك يا رسول الله حتى لم أدع صورة إلا طلقتها وقال لا تكن فتانا ولا مختالا حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا كان يوتير عند الأذان ويصلي الرجعتين عند الإقامة حثنا خلف بن الوليد حدثنا أبو جعفر يعني الرازية عن حسين بن عبد الرحمني عن الشعبي عن الحريث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شك إلا أنه علي رضي الله عنه قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومواكله وشهديه وكاتبه والوشيمة والمستوشمة والمحلل والمحلال له ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوحي حثنا خلف حدثنا قيس عن الأجعث بن سوار عن علي بن ثابت عن أبي ظبيان عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إن أنت وليت الأمر بعد فأخرج أهل نجرانا من جزيرة العرب حثنا خلف حدثنا أبو جعفر يعني الرازية وخالد يعني أطحانا عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمني أبن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا أما المني ففيه الغسل وأما المذي ففيه الوضوء حثنا خلف حدثنا خالد عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم نهاء يرفع الرجل صوته بالقراءة قبل العشاء وبعدها يغلط أصحابه وهم يصلون حثنا خلف حدثنا خالد عن عاصم ابن كليب عن أبي بردتابن أبي موسى أن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سلأله تعالى الهدى والسداد واذكر بالهدى هدايتك الطريقة واذكر بالسداد تسديدك السهم حثنا محمد بن الصباح قال عبد الله وسمعته أنا من محمدي بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن كثير النواء عن عبد الله بن مليل قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من نبي كان قبلي إلا قد أعطي سبعة نقب أو زراء نجباء وإني أعطيت أربعة عشر وزيرا نقيبا نجيبا سبعة من قريش وسبعة من المهاجرين حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إنك تبعثني إلى قومينهم آسنوا مني لأقضي بينهم قال اذهب فإن الله تعالى سيثبت لسانك ويهدي قلبك حسنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا أبان يعني ابن عبد الله حدثني عمرو بن غزي حدثني عم علباء عن علي رضي الله عنه قال مرة تبل الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأهو بيده إلى وبرة من جنبي بعير فقال ما أنا بأحق بهذه الوبرة من رجل من المسلمين حسنا حسن بن موسى حدثنا أبن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي إذ انصرف ونحن قيام ثم أقبل ورأسه يقطر فصل لنا الصلاة ثم قال إني ذكرت أني كنت جنوبا حين قمت إلى الصلاة لم أغتسل فمن وجد منكم في بطنه رزا أوي كان على مثل ما كنت عليه فلينصرف حتى يفرغ من حاجته أو غسله ثم يعود إلى صلاته حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الله بن زرير عن علي رضي الله عنه فذكر مثله حثنا محمد بن عبد الله حدثنا الربيع يعني ابن أبي صالح الأسلمي حدثني زياد بن أبي زياد سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينشد الناس فقال أنشد له رجلا مسلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غديره من ما قال فقام اثنى عشر بديريا فشهدوا حثنا محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربى وآكله وكاتبه وشهديه والمحلل والمحلال له حثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا إسماعيل بن مسلمين العبدي حدثنا أبو كثير مولى الأنصار قال لكنت مع سيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قتل أهل النهروان فكأن الناس وجدوا في أنفسهم من قتلهم فقال علي رضي الله عنه يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا بأقوامين يمرقون من الدين كما يمرق الساهم من الرمية ثم لا يرجعون فيه أبدا حتى يرجع الساهم على فوقه وإن آية ذلك أن فيهم رجلا أسود مخداج اليد أحد يديه كفدي المرأة لها حلمة كحلمة فدي المرأة حوله سبعه البات فاتميسوه فإني أراه أراه فيهم فاتمسوه فوجدوه إلى شفير النهر تحت القتل فأخرجوه فكبر علي رضي الله عنه فقال الله أكبر صدق الله ورسوله وإنه لمتقلد قوسا له عربية فأخذها بيده فجعل يطعن بها في مخدجته ويقول صدق الله ورسوله وكبر الناس حين رأوه واستبشروا وذهبا عنهم مكانوا يجدون حثن أبو سعيد حدثن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم من المعروف ست يسلم عليه إذا لقيه ويشميته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويجيبه إذا دعاه ويشهده إذا توقفي ويحب له ما يحب لنفسه وينصح له بالغيب حدثن حسين حدثن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث فذكر نحوه بإسناده ومعنه حدثن أبو سعيد حدثن إسرائيل حدثن أبو إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلتمس رجل من أصحابك ما تلتمس أو تبتغى الضالة فلا يوجد حدثن أبو سعيد حدثن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مدرب عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من استطعتم أن تأصروه من بني عبد المطالب فإنهم خرجوا كرها حدثن أبو سعيد حدثن إسرائيل حدثن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلامي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شرككم مطرنا بنو كذا وكذا بالنجم كذا وكذا حدثن محمد بن عبد الله بن الزبير وأسود بن عامر قال حدثن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطير بتسع صور من المفصل قال أسود يقرأ في الركعة الأولى قال ألهاكم التكاثور وإن أنزلناه في الليلة القدر وإذا زلزلت الأرض وفي الركعة الثانية والعصر وإذا جاء نصر الله والفتح وإن أعطيناك الكوثر وفي الركعة الثالثة قل يا أيها الكافرون وتبت يد أبي لهب وقل هو الله أحد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمات عبد الأعلى يحدث عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن أمة لهم زنت فحملت فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له دعها حتى تلد أو تضع ثم أجلدها حدثنا هاشم وحسن قال حدثنا شيبان عن عاصمين عن زر بن حبيش قال استأذن أبن جرموز على علي رضي الله عنه فقال من هذا قالوا أبن جرموز يستأذن قال إئذن وله ليدخل قاتل الزبير النار إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير حان معاوية بن عمر نحدثنا زائدة عن عاصمين عن زر بن حبيش قال استأذن أبن جرموز على علي رضي الله عنه وأنا عنده فقال علي رضي الله عنه بشر قاتل ابني صفية بالنار ثم قال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير سمعت صفيان يقول الحواري الناصر حثنا سليمان بن داود أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق سمع عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى حان يونس بن محمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن يونس بن خباب عن جريري بن حيان عن أبيه أن علي رضي الله عنه قال أبعثك فيما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أسوي كل قبر وأطمس كل صنمين حثنا يونس حدثنا حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي رضي الله عنه عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين هديب الأشفار مشرب العين بحمرة كثة لحية أزهر اللون إذا مشت كثة كأنما يمشي في صعود وإذا أتفت أتفت جميعا شثنا الكفين والقدمين حثني أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتير بثلاث حثني أسود حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أحدث قبل أن يمس سماء وربما قال إسرائيل عن رجل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حثني أسود حدثنا شريك عن موسى الصغير الطحاني عن مجاهد قال قال علي خرجت فأتيت حائطا قال فقال دلو بالتمرة قال فضليت حتى ملأت كف ثم أتيت الماء فاستعذبت يعني شربت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمته بعضه وأكلت أنا بعضه حثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نظرت أن أنحر ناقتي وكيت وكيت قال أما ناقتك فانحرها وأما كيت وكيت فمن الشيطان حثنا أبو نوح يعني قرادا أنبأنا شعبة عن أبي التياح سمعت عبد الله بن أبي الهوذي ليحدث عن رجل من بني أسد قال خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسألوه عن الوتر قال فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوتير هذه الساعة تثوب يا أبنى النباح أو أذن أو أقيم حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إليك خصماني فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي قال فقال علي رضي الله عنه فما زلت بعد ذلك قاضيا حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا أبو صلى الله من عبد الملك بن مسلمين الحنفي عن عمرنا بن ضبيانا عن حكيم بن سعد أبي تحيا عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا قال بك اللهم أصول وبك أجول وبك أسير حدثنا أبو النضر هاشم وأبو داود قال حدثنا وارقاء عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال احتاج ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أعطي الحجام أجره حدثنا بكر بن عيسى الرسيبي حدثنا عمر بن الفضل عن نعيم بن يزيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده قال فخشيته أن تفوتني نفسه قال قلت أني أحفظ وأعقال أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم حدثنا حجين حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان يعني النميري حدثنا محمد بن أبي يحيى عن إسي بن عمر الأسلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعد اختلاف أو أمر فإن استطعت أن تكون السلم ففعل حدثنا عبد الله حدثني محمد بن جعفر الوركاني وإسماعيل بن موسى السدي وحدثنا زكريا بن يحيى رحمويه قالوا أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيدي بن ذي حدنا عن علي رضي الله عنه قالوا إن الله عز وجل سمى الحرب على لسان نبيه خدعة قال رحمويه في حديثه على لسان نبيكم حدثنا عبد الله حدثني أبي وعبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيانا عن أبي إسحاق عن سعيدي بن ذي حدان حدثني من سمع علي يقول الحرب خدعة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني إسحاق بن إسماعيل حدثنا يحيى بن عباد حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة سمع زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة سيراء فأرسل بها إلي فرحت بها فعرفت والغضب قال فقسمتها بين نسائي حدثنا عبد الله بن الوليد وأبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سفيان لا أعلمه إلا قد رفعه قال من كذب في حلمه كل فيوم القيامة عقد شعيرة قال أبو أحمد قال أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حجين بن المثن حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمني عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر حدثنا روح حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين حنا عبيدة بن حميد حدثني ثوير بن أبي فاختة عن أبيه قال عاد أبو موسى الأشعري الحسن بن علي قال فدخل علي رضي الله عنه فقال آعائدا جئت يا أبا موسى أمزائلا فقال يا أمير المؤمنين لا بل عائدا فقال علي رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ما عاد مسلم مسلما إلا صلى عليه سبعون ألف ملك من حين يصبح إلى أن يمسي وجعل الله تعالى له خريفا في الجنة قال فقلنا يا أمير المؤمنين وما الخريف قال الساقية التي تسقي النخلة حسنا عبد الله حدثني علي بن حكيمين الأودي أنبأنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن زيدي بن وهب قال قدم علي رضي الله عنه على قومين من أهل البصرة من الخوارج فيهم رجل يقال له الجعد بن بعجة فقال له اتقل لها يا علي فإنك ميت فقال علي رضي الله عنه بل مقتول ضربة على هذا تخدب هذه يعني لحيته من رأسه عهد معهود وقضاء مقدي وقد خاب من أفطر وعاتبه في لباسه فقال ملاكم ولللباسي هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي أبي المسلم حسنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر محمد بن كعب القرضي عن الحارثي بن عبد الله الأعوري قال قلت لا أتي أن أمير المؤمنين فلا أسأل أنه عما سمعت العشية قال فجئته بعد العشاء فدخلت عليه فذكر الحديث قالا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن أمتك مختلفة بعدك قال فقلت له فأين المخرج يا جبريل قال فقال كتاب الله تعال به يقسم الله كل جبار من اعتصم به نجا ومن تركه هلك مرتين قول فصل وليس بالهزل لا تختلقه الأسن ولا تفنى عجيبه فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبروا ما هو كأن بعدكم حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني حكيم بن حكيم بن عبدي بن حنيف عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شيهاب عن علي بن حسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة رضي الله عنها من الليل فأيقظنا للصلاة قال ثم رجع إلى بيته فصل هويا من الليل قال فلم يسمع لنا حسا قال فرجع إلينا فأيقظنا وقال قونا فصلي قال فجلست وأنا أعرك عيني وأقول إن والله ما نصلي إلا ما كتب لنا إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا قال فول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويضرب بيده على فخيذه ما نصلي نصلي إلا ما كتب لنا ما نصلي إلا ما كتب لنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا حسنا عبد الله حدثنا أحمد بن جميل أبو يوسف أخبرنا يحيى بن عبد الملك بن حميدي بن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن زيدي بن وهب قال لما خرجت الخوارج بالنهر وانقام علي رضي الله عنه في أصحابه فقالا إن هؤلاء القوم قد سفكوا أدم الحرام وأغاروا في سرح الناس وهم أقرب العدو إليكم وإن تسيروا إلى عدوكم أنا أخاف أن يخلفكم هؤلاء في أعقابكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج خارجة من أمتي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق الساهم الساهم من الرمية وآية ذلك كأن فيهم رجلا له عضد وليس لها ذراع عليها مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيد لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما لهم على لسان نبيهم لا تكلوا على العمل فسيروا على أسم الله فذكر الحديث بطوله حسنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني يحيى بن عبدي بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال والله إنا لمع عثمان بن عفان الجحفة ومع هرات من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج إن أتم للحج والعمرة أن لا يكون في أشهر الحج فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله تعالى قد وصع في الخير وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في بطن الوادي يعرف بعيرا له قال فبلغه الذي قال عثمان فأقبل حتى وقف على عثمان رضي الله عنه فقال أعمدت إلى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد للعباد في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولناء الداري ثم أهل بحجة وعمرة معا فأقبل عثمان رضي الله عنه على الناس فقال وهل نهيت عنها إني لم أنهى عنها إنما كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني عبد الله بن أبي سلمة عن مسعودي بن الحكم الأنصاري ثم الزرقي عن أمه أنها حدثته قالت لك كأني أنظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حين وقف على شعب الأنصاري في حجة الوداع وهو يقول أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بأيام صيامين إنما هي أيام أكل وشرب وذكر حناي عقوب وسعد قال حدثنا أبي عن أبيه عن عبد الله بن شداد قال سعد ابن الهادي سمعت علي رضي الله عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أباه وأمه لأحد غير سعدي ابن أبي وقاص فإني سمعته يقول يوم أحد أرمي يسعد في داك أبي وأمي حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القصي والمعصفري وقراءة القرآن وأنا ركع وكساني حلة من سياراء فخرجت فيها فقال يا علي أني لم أكسكها لتلبسها قال فرجعت بها إلى فاطمة رضي الله عنها فأعطيتها ناحيتها فأخذت بها لتطويها معي فشققتها بثنتين قال فقالت تربت يدك يا أبن أبي طالب ماذا صنعت قال فقلت لها نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها فلبسي واكسي نساءك حثنا سريج بن النعماني حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضروري عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا علي بن صالح عن أبي إسحاق عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك مع أنه مغفور لك لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين حدثنا أبو أحمد حدثنا شريك عن عمرنا بن ظبيانا عن أبي تحيا قال لما ضرب ابن ملجمين علي رضي الله عنه الضربة قال علي افعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل برجل أراد قتله فقال اقتلوه ثم حرقوه حثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمانا عن منصور عن ألمنهلي بن عمرنا عن عيم بن ديجاجة أنه قال دخل أبو مسعود عقبة بن عمر الأنصري على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له علي أنت الذي تقول لا يأتي على الناس مئة سنة وعلى الأرض عين تطرف إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس مئة سنة وعلى الأرض عين تطرف ممن هو حي اليوم والله إن رجاء هذه الأمة بعد مئة عامين حثنا معاوية بن عمر وأبو سعيد قال حدثنا زائدة عن عطائي بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في خميل وقربة ووسادة آدمين حشوها إذخر قال أبو سعيد ليوف حثنا حسين بن محمد حدثنا شعبة عن سلمة والمجالد عن الشعبي أنهما سامعاه يحدث أن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة من أهل الكوفة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم حسنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزنادي عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمن بن فلاني بن ربعتا بن الحارثي بن عبد المطالب الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرجي عن عبيد الله بن أبي رافعا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذ ومنكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قض قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الرقوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر حثنا علي بن حفص أنبأنا وارقاء عن منصور عن ألمنهالي عن نعيمي بن ديجاجة قال دخل أبو مسعود على علي رضي الله عنه فقال أنت القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس مئة عامين وعلى الأرض نفس منفوسة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس مئة عامين وعلى الأرض نفس منفوسة ممن هو حي اليوم وإن رجاء هذه الأمة بعد المئة حنى علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله حدثنا الحجاج بن إرطاط عن عطاء الخراساني أنه حدثه عن مولى امرأته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا كان يوم الجمعة خرج الشياطين ويربثون الناس إلى أسواقهم ومعهم الريات وتقعد الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس على قدر منازلهم السابقة والمصلي والذي يليه حتى يخرج الإمام فمن دنى من الإمام فأنصت أو استمع ولم يلغوا كان له كفلان من الأجر ومن نأى عنه فاستمع وأنصت ولم يلغوا كان له كفل من الأجر ومن دنى من الإمام فلغى ولم ينسط ولم يستمع كان عليه كفلان من الوزر ومن نأى عنه فلغى ولم ينسط ولم يستمع كان عليه كفل من الوزر ومن قال صه فقد تكلم ومن تكلم تكلم فلجمعت له ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم حثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال 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 النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلتمس الرجل من أصحابك ما تلتمس الضالة فلا يوجد حنى خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربى وآكله وشهديه والمحلل والمحلال له حنى عفان حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعته بيرت يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب والقصي والميثرة حثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يود المكاتب بقدر ما أدى حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زبيد الإمي عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقض نارا فقال ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين قولا حسنا وقال لطاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف أدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت الأعمش يحدث عن عمر بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس ما ترون في فضل فضل عندنا من هذا المال فقال الناس يا أمير المؤمنين قد شغلناك عن أهلك وضيعتك وتجارتك فهو عليك فقال لما تقول أنت فقلت قد أشاروا عليك فقال لقل فقلت لما تجعل يقينك ظنا فقال لتخرجنا مما قلت فقلت أجل والله لأخرجنا منه أتذكر حين بعثك نبي الله صلى الله عليه وسلم ساعيا فأتيت العباس بن عبد المطالب رضي الله عنه فمنعك صدقته فكان بينكما شيء فقلت لي انطلق معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه خاثرا فرجعنا فرجعنا ثم غدونا عليه فوجدناه طيب النفس فأخبرته بالذي صنع فقال لك أما علمت أن عم الرجل صن وبيه وذكرنا له الذي رأيناه من خصله في اليوم الأول فقال إنكما أتيتمان في اليوم الأول وقد بقي عندي من الصدقة دي نران فكان الذي رأيتما من خثولي له وأتيتماني اليوم وقد وجهتهما فذاك الذي رأيتما من تبي نفسي فقال عمر رضي الله عنه صدقت والله لا أجكر أن لك الأول والآخرة حنا يونس حدثنا ليث عن أبن عجلان عن محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وأمرني أن نزل بي كرب أو شدة أن أقولهن لا إله إلا الله الكريم الحليم سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عطائي بن السائب عن زذان عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله تعال به كذا وكذا من النار قال علي رضي الله عنه فمن ثم عديت شعري حسن بن موسى حدثنا حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه قال كفنا النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب حسن أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون حدثنا عبد الله بن الفضل والماجشون عن الأعرج عن عبيد الله بن رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر أستفتح ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين قال أبو النضري وأنا أول المسلمين اللهم لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي وعترفت بذنبي فاخفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الله ذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا إلا أنت تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وكان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخيي وعظامي وعصبي وإذا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملأ السموات والأرض وما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين فإذا سلم من الصلاة قال اللهم أغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت حثنا وكيع حدثنا فتر عن المنذر عن أبن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت إن ولد لبعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتيك قال نعم فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال عهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق حثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة عن حجية عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن مسلمين البطين عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم قال كنا نسير مع عثمان رضي الله عنه فإذا رجل يلبي به ما جميعا فقال عثمان رضي الله عنه من هذا فقالوا علي فقال ألم تعلم أني قد نهيت عن هذا قال بلى ولكن لم أكن لأدعى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك حثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن حجية قال سأل رجل علي رضي الله عنه عن البقرة فقال عن سبعة فقال مكسورة القرن فقال لا يضرك قال العرجاء قال إذا بلغت المنسك فاذبح أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن حثنا وكيع حدثنا جرير بن حازمين وأبو عمر بن العلاء عن أبن سيرين سامعاه عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخداج اليد ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال عبيدة قلت لعلي رضي الله عنه أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة حثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة الطهوي عن علي رضي الله عنه أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دامها فأتيته فأخبرته فقالا إذا جفت من دامها فأقيم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال كنت أرى أن باطن القدمين أحقوا بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما حثنا وكيع حدثنا سفيان عن عثمان الثقفي رضي الله عنه عن سالم بن أبي الجعدي عن علي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمزي حمارا على فرس حثنا وكيع عن سفيانا عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استخلفت أحدا عن غير مشورة لا استخلفت أبن أم عبد حثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلة حدثنا علي أن فاطمة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثر العجين في يديها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأتته تسأله خادما فلم تجده فرجعت قال فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا قال فذهبت لأقوام فقال مكانكما فجاء حتى جلس حتى وجدت برد قدميه فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادمين إذا أخذتما مضجعاكما سبحتما ألها ثلاثان وثلاثين وحمدتماه ثلاثان وثلاثين وكبرتماه أربعا وثلاثين حنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب عن أبي وإل عن أبي الهياج الأسادي قال قال لي علي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدعت مثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن ثويري بن أبي فاختة عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح أسمى ربك الأعلى حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال جاء ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم يا رسول الله كانت لمئة دينار فتصدقت منها بعشرة دنانير وقال الآخر كان لي دينار فتصدقت بعشره قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم في الأجر سواء كلكم تصدق بعشر ماله حثنا وكيع حدثنا المسعودي ومسعر عن عثمان بن عبد الله بن هرمزة عن نفعي بن جبير بن مطعمين عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثنا الكفين والقدمين ضخم الكراديوس حثنا وكيع عن شريك عن صماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس إليك الخصمان فلا تكلم حتى تصمع من الآخر كما سمعت من الأول حدثنا وكيع أنبأنا المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمزة عن نفعي بن جبير بن مطعمين عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ضخم الرأس واللحية شثن الكفين والقدمين مشرب وجهه حمرة طويل المزربة ضخم الكراديوس إذا مشتك فأتكف أن كأنما ينحط من صباب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد أنبأنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال أهدى كسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقابلا منه وأهدى له قيصر فقابلا منه وأهدت له الملوك فقابلا منهم حدثنا يزيد عن الحجاج عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هان إن قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سلعليا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسألت علي رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيامين وليليهن وللمقيم يوم وليلة حدثنا يزيد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا يزيد أنباءنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن عبد الله بن زرير الغافقي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا بيمينه وحريرا بشماله ثم رفع به ما يديه فقال هذاني حرام على ذكور أمتي حدثنا يزيد أنباءنا حمد بن سلمة عن هشامي بن عمر وعن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وطره اللهم إني أعوذ برضاك من صختك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي فناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك حدثنا يزيد بن هارون حدثنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر القوم بعضهم على بعض بين المغرب والعشاء بالقرآن حنا يزيد أنباءنا شاريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال رأيت علي رضي الله عنه أتي بدبة ليركبها فلما وضع رجله في الركب قال باسم الله فلما استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون ثم حمد لها ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاخفر لي ثم ضحك فقلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك فقلت مما ضحكت يا رسول الله قال يعجب الرب من عبده إذا قال ربي أغفر لي ويقول علم عبده أنه لا يغفر اللفذ نوب غيري حدثنا يزيد حدثنا حمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار أن عمرو بن حريث عاد الحسن بن علي رضي الله عنه فقال له علي أتعود الحسن وفي نفسك ما فيها فقال له عمرو إنك لست بربي فتصرف قلبي حيث شئت قال علي رضي الله عنه أما إن ذلك لا يمنعنا أن أدي إليك النصيحة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين عدى أخاه إلا ابتعث الله له سبعين ألف ملك يصلون عليه من أي ساعات النهار كان حتى يمسي ومن أي ساعات الليل كان حتى يصبح قال له عمرو وكيف تقول في المشي مع الجنازة بين يديها أو خلفها فقال علي رضي الله عنه عنه إن فضل المشي من خلفها على بين يديها كفضل صلاة المكتوبة في جماعة على الوحدة قال عمرو فإني رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان أمام الجنازة قال علي رضي الله عنه إنهما إنما كرهاء يحرج الناس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عبد الملك بن ميسرة عن زيدي بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سياراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه قال فشققتها بين نسائي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة وعلي رضي الله عنه يأمر بها فقال عثمان لعلي إنك كذا وكذا ثم قال علي رضي الله عنه لقد علمت أن قد تمت عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل ولكن كنا خائفين حدثنا معاذ بن هشامين حدثني أبي عن قتادة عن أبي حربي بن أبي الأسود عن أبي الأسود الدلي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجرية قال قتادة وهذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله بعثني بالحق وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت وحتى يؤمن بالقدر حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن أبي إسحاق قال سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي رضي الله عنه أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا إن أبا طالب مات فقالا له النبي صلى الله عليه وسلم إذهب فواره فقالا إنه مات مشركا فقال إذهب فواره قال فلما واريته رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالك أغتسل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن الحكمي بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلمين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فأرجعهما ولتابعهما إلا جميعا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال ليس الوتر بحطمين كهيئة الصلاة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان وشعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عنه بيرة عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان حدثنا عبد الرحمن حدثنا زهير عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن محمد بن علي أنه سمع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيتما لم يعطى أحد من الأنبياء فقلنا يا رسول الله ما هو قال نصرت بالرعب وأعطيتم فتح الأرض وسميت أحمد وجعلت رابلي طهورا وجعلت أمة خير الأمم حدثنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتير عند الأذان ويوصل لركعتي الفجر عند الإقامة أن أبو النظر حدثنا الأشجعي عن شيبان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرنا الدجالة عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فاستيقظ محمرا لونه فقال غير ذلك أخوف لي عليكم ذكر كلمة حتنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن سالم بن أبي الجعدي عن علي بن علقمة عن علي رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغل أو بغلة فقلت ما هذا قال بغل أو بغلة قلت ومن أي شيء هو قال يحمل الحمار على الفرس فيخرج بينهما هذا قلت أفلا نحمل فلانا على فلانة قال لا إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون حتنا يحيى بن آدم حتنا أبن مبارك عن يحيى بن أيوبا عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن علي رضي الله عنه قال كنت إذا أستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في صلاة سبح وإن كان غير ذلك أذن عدثنا يحيى بن آدم عن سفيانا بن سعيد عن عبد الرحمن بن الحريث عن زيدي بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المنحر بمنا فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر حتنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني إن عن علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قال قلت حربا قال بل هو حسن فلما ولد الحسين سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قال قلت حربا قال بل هو حسين فلما ولد الثالث سميته حربا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اروني ابني ما سميتمه قلت حربا قال بل هو محسن ثم قال سميتهم باسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر حثنا يحيى ابن ادم حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن هاني ابن هاني وهبيرة ابن يريم عن علي رضي الله عنه قال لما خرجنا من مكة اتبعتنا ابنة حمزة تنادي يا عمي ويا عمي قال فتناوتها بيدها فدفعتها الى فاطمة رضي الله عنها فقلت دونك ابنة عمك قال فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها انا وجعفر وزيد بن حريثة فقال جعفر ابنة عمي وخالتها عندي يعني اسماء ابن طعميس وقال زيد ابنة اخي وقلت انا اخذتها وهي ابنة عمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اما انت يا جعفر فاجبهت خلقي وخلقي واما انت يا علي فامني وانا منك واما انت يا زيد فاخونا ومولانا الجارية وعند خالتها فان الخالة والدة قلت يا رسول الله هلا تزوجها قال قال انها ابنة اخي من الرضاعة حان يحيى ابن ادم حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الخليل عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لابويه وهما مشركان فقلت ايستغفر الرجل لابويه وهما مشركان فقال اولم يستغفر ابراهيم لابيه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين الى قوله تبرأ منه قالا لما مات فلا ادري قاله سفيان او قاله اسرائيل او هو في الحديث لما مات حدثنا ابو عبد الرحمني حدثنا موسى بن ايوب حدثني عمي اس بن عامر سمعت علي ابن ابي طالب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح من الليل وعائشة معطردة بينه وبين القبلة حدثنا حجاج وابو نعيمين قال حدثنا فتر عن القاسم ابن ابي بزة عن ابي الطفيل قال حجاج سمعت علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا الا يوم لبعث الله عز وجل رجلا منا يملأها عدلا كما ملأت جورا قال ابو نعيمين رجلا منا قال وسمعته مرة يذكره عن حبيب عن ابي الطفيل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حنا حجاج حدثني اسرائيل عن ابي اسحاق عن هاني عن علي رضي الله عنه قال الحسن اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر الى الرأس والحسين اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان اسفل من ذلك حسن حجاج قال يونس ابن ابي اسحاق اخبرني عن ابي اسحاق عن ابي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اذنبا في الدنيا ذنبا فعوقبا به فالله اعدل من ان يثني عقوبته على عبده ومن اذنبا ذنبا في الدنيا فستر الله عليه وعافى عنه فالله اكرم من ان يعود في شيء قد عافى عنه حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشمين حدثنا يحيى بن سلمة يعني ابن كهيل قال سمعت ابي يحدث عن حبة العراني قال رأيت عليا رضي الله عنه ضحك على المنظر لم اره ضحك ضحكا اكثر منه حتى بدت نواجذه ثم قال ذكرت قول ابي طالب ظهر علينا ابو طالب وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي ببطن نخلة فقال ماذا تصنعان يا ابن اخي فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام فقال ما بالذي تصنعان بأس او بالذي تقولان بأس ولكن والله لا تعلوني است ابدا وضحك تعجبا لقول ابيه ثم قال اللهم لا اعترف ان عبدا لاك من هذه الامة عبدك قبل غير نبيك ثلاث مرات لقد صليت قبل ان يصلي الناس سبعا حسنا عبد الله قال وجدت هذا الحديث في كتاب ابي واكثر علمي ان شاء الله اني سمعته منه حدثنا ابو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا عبد الله ابن لهيعة حدثنا عبد الله ابن هبيرة عن عبد الله ابن زرير الغافقي عن علي ابن ابي طالب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فانصرفا ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بنا ثم قال اني صليت بكم انفا وانا جنوب فمن اصابه مثل الذي اصابني اوي وجد رزا في بطنه فليصنع مثل ما صنعت حسنا وكيع عن ابن ابي الليل عن المنهالي عن عبد الرحمن ابن ابي الليل قال كان ابي يسمر مع علي وكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقيل له لو سألته فسأله فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الي وانا ارمد العيني يوم خيبر فقلت يا رسول الله اني ارمد العين قال فتفل في عيني وقال اللهم اذهب عنه الحر والبرد فما وجدت حرا ولا بردا منذ يوم اذن وقال لا اعطي الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار فتشرف لها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعطانيها حثنا وكيع حدثنا سفيان قال ابو اسحاق عن هاني ابن هاني عن علي رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عمار فاستأذن فقال ائذنوا وله مرحبا بالطيب المطيب حثنا ابو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا شعبة عن الحكام وغيره عن القاسم ابن مخيم رتا عن شريح ابن هاني ان قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سلعليا رضي الله عنه فسألته فقال ثلاثة ايامين وليليهن يعني للمسافر ويوم وليلة للمقيم حان ابن الاشجعي حدثنا ابي عن سفيان عن عبدة ابن ابي لبابة عن القاسم ابن مخيم رتا عن شريح ابن هاني ان قال امرني علي ان امسح على الخفين حثنا هاشم ابن القاسم حدثنا شريك عن مخارق عن طارق ابن شيهاب قال شهدت علي رضي الله عنه وهو يقول على المنبر والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم الا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة معلقة بسيفه اخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة معلقة بسيف له حليته حديد او قال بكراته حديد اي حلقه حدثنا هاشم حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن علي ابن زيد قال عبد الله ابن الحارث ابن نوفل الهاشمي قال كان ابي الحارث على امر من امور مكة في زمن عثمان فاقبل عثمان رضي الله عنه الى مكة فقال عبد الله ابن الحارث فاستقبلت عثمان بالنزول بقديد فاستاد اهل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح فجعلناه عراقا للفريد فقدمناه الى عثمان واصحابه فامسك وفقال عثمان صيد لم اصطده ولم امر بصيده استاده قوم حل فاطعموناه فما بأس فقال عثمان من يقول في هذا فقال علي فبعث الى علي رضي الله عنه فجاء قال عبد الله ابن الحارث فك اني انظر الى علي حين جاء وهو يحط الخبط الخبط عن كفيه فقال له عثمان صيد لم نصطده ولم نأمر بصيده استاده قوم حل فاطعموناه فما بأس قال فغضب علي وقال انشود الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اتي بقائمة حمار وحش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قوم حرم فاطعموه اهل الحل قال فشهد اثنى عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال علي اشهد له رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اتي ببيض النعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قوم حرم اطعموه اهل الحل قال فشهد ادنه من العدة من اهل اثني عشر قال فثنى عثمان واركه عن الطعام فدخل رحله واكل ذلك الطعام اهل الماء حثنى هدبة بن خالد حدثنى همام حدثنى علي بن زيد عن عبدالله بن الحريث ان اباه ولي طعم عثمان قال فك اني انظر الى الحجل حوالي الجفان فجاء رجل فقال ان علي رضي الله عنه يكره هذا فبعث الى علي وهو ملطخ يديه بالخبط فقال انك لا كثير الخلاف علينا فقال علي اذكر لها من شهد النبي صلى الله عليه وسلم اتي بعجز حمار وحش وهو محرم فقالا ان محرمونا فاطعموه اهل الحل فقام رجال فشهدوا ثم قال اذكر الله رجلا شهد النبي صلى الله عليه وسلم اتي بي خمس بيضات بيض عميل فقالا ان محرمونا فاطعموه اهل الحل فقام رجال فشهدوا فقام عثمان فدخل فستاطه وتركوا الطعام على اهل الماء حثنا هاشم حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبدالله بن زرير الغافقي عن علي بن ابي طالب انه قال اهديت بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فقلنا يا رسول الله لو ان انزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون حثنا هاشم حدثنا ابو خيثمت حدثنا ابو اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال ان الوتر ليس بحطمين ولكنه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الله عز وجل وتر يحب الوتر حثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثني ابي اسحاق ابن يسار عن مقسمين ابي القاسم مولى عبدالله بن الحارث ابن نوفل عن مولاه عبدالله بن الحارث قال اعتمرت مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه في زمان عمر او زمان عثمان رضي الله عنه فنزل على اخته ام هاني ام بنت ابي طالب فلما فرغ من عمرته رجع فسكب له غسل فاختسل فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من اهل العراق فقالوا يا ابا حسى ان جئناك نسألك عن امر نحب ان تخبرنا عنه قال اظن المغيرة ابن شعبة يحدثكم انه كان احدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اجل عن ذلك جئنا نسألك قال احدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم بن العباسي حثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عتيبة عن بوريدي بن اسرم قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول مات رجل من اهل الصفة وترك دينا ريني او درهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتني صلوا على صاحبكم حثنا عفان حدثنا ابو عوان تحدثنا عبد الاعلى الثعلبي عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كذب في الرؤية متعمدا كلف عقد شعيرة يوم القيامة حدثني محمد بن سليمان لوين حدثنا محمد بن جابر عن عبد الملك ابن عمير عن عمارة ابن رويبة عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال سمعت اذني ووعاه قلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش صالحهم تبع لصالحهم وشرارهم تبع لشرارهم حثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا رجل من بني سدوس يقال له جري بن كوليب عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه عن عضباء الاذن والقرن قال فسألت سعيد بن المسيب فقال النصف فما فوق ذلك حثنا عفان حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا قيس بن الربيع عن ابي المقدام عن عبد الرحمن الازرق عن علي رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا نائم على المنامة فاستسق الحسن او الحسين قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم الى شات لنا بكر فحلابها فدرت فجاءه الحسن فنحاه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة يا رسول الله كأنه احبه ما اليك قال لا ولكنه استسق قبله ثم قال اني واياك وهذيني وهذا الراقد في مكاء واحد يوم القيامة حدثنا عبد الله حدثني محمد بن سليمان لوين حدثنا حديج عن ابي اسحاق عن ابي حذيفة عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت حين بزغ القمر كأنه في القجفنة فقال الليلة ليلة القدر حثنا عفان حدثنا حمد بن سلمة اخبرنا عطاء بن السائب عن زدانة ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار قال علي رضي الله عنه فمن ثم عديت رأسي حثنا عفان حدثنا حمد عن عطاء بن السائب عن زدانة ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه شرب قائما فنظر اليه الناس كأنهم انكروه فقال ما تنظرون ان اشرب قائما فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وان اشرب قاعدا فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا حثنا عفان وحسن بن موسى قال حدثنا حمد عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن محمد بن علي رضي الله عنه وعن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين هديب الاشفار قال حسن الشفار مشرب العينين بحمرة كثى اللحية ازهر اللون شثنا الكفين والقدمين اذا ما شك انما يمشي في صعود قال حسن تكفى واذا اتفت اتفت جميعا حثنا عبد الله حدثنا ابو عبيدة بن فضيل بن عياض وقال لي هو اسمي وكنيتي حدثنا مالك بن سعير يعني ابن الخمس حدثنا فرات بن احنف حدثنا ابي عن ربعي بن حراش ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قام خطبا في الرحبة فحمد لها واثنى عليه ثم قال ما شاء الله ان يقول ثم دعا بكوز من ماء فتى مضمض منه وتمسح وشرب فضل كوزه وهو قائم ثم قال بلغني ان الرجل منكم يكره ان يشرب وهو قائم وهذا وضوء من لم يحدث ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا حثنا عبد الله حدثنا محمد بن جعفر الوركاني حدثنا شريك عن مخارق عن طارق قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال ما عندنا شيء من الوحي او قال كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما في كتاب الله وهذه الصحيفة المقرونة بسيف وعليه سيف حليته حديد وفيها فرائض الصدقات حثنا عفان حدثنا حماد انبأنا عاصم بن بهدلة عن زري بن حبيش ان علي قيل له ان قاتل الزبير على الباب فقال لي يدخل قاتل ابن سفية النار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل نبي حواريا وان الزبير حواري حثنا عفان واسحق ابن عيسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون ابن ابي شبيب عن علي رضي الله عنه قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمين اخوين فبعت احدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلمان فقلت بعت احدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رده حثنا عفان وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال عفان حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في سبعة اثواب حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا محمد يعني ابن راشد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن فضالة ابن ابي فضالة الانصاري وكان ابو فضالة من اهل بدر قال خرجت مع ابي عائدا لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه من مرض اصابه ثقل منه قال فقال له ابي ما يقيمك في منزلك هذا لو اصابتك اجلك لم يلك الا اعراب جهينة تحمل الى المدينة فان اصابتك اجلك وليك اصحابك وصلوا عليك فقال علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدى الي ان لا اموت حتى اامر ثم تخضب هذه يعني لحيته من دم هذه يعني هامته فقوتيل وقوتيل ابو فضالة مع علي يوم صفين حان هاشم بن القاسم حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن ابي سلمة عن عمه الماجشون بن ابي سلمة عن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استفتح الصلاة يكبر ثم يقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك وهو بذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاخفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الله ذنوب الا انت اللهم اهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك واذا ركع قال اللهم لاك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشى عليك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي واذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السموات والارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد واذا سجد قال اللهم لاك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فاحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين واذا فرغ من الصلاة وسلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت قال عبد الله قال بلغنا بلغنا عن اسحاق ابن رهويه عن النضري ابن شميل انه قال في هذا الحديث والشر ليس اليك قال لا يتقرب بالشر اليك حدثنا حجين حدثنا عبد العزيزي عن عمه الماجشوني ابن ابي سلامة عن عبد الرحمن الاعرجي عن عبيد الله ابن ابي رافع عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي فذكر مثله الا انه قال واصرف عني سيئها حدثنا حجين حدثنا عبد العزيزي عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الاعرجي عن عبيد الله ابن ابي رافع عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حسنا يعقب بن ابن 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 ابي راحب انه سمع علي ابن ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل المرعم المسلمين ان يصبح في بيته بعد ثلاث من لحم نسكه شيء حسن إبراهيم بن أبي العباس حدثنا الحسن بن يزيد الأصم قال سمعت السدية إسماعيل يذكره عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ قد مات قال اذهب فواره ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فواريته ثم أتيته قال اذهب فاختسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فاختسته ثم أتيته قال فدعالي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعام وسودها قال وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت أغسله حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن جعفر الوركاني في سنة سبع وعشرين ومائتين حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل حاء حدثنا محمد بن سليمان لوين في سنة أربعين ومائتين حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن كثير النواء عن إبراهيم بن حسني بن حسني بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه عن جده قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافدة يرفضون الإسلام حدثنا عبد الله حدثني أبو كريبا محمد بن العلا حدثنا أبن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيدة عن القاسم عن أبي أمامة قال قال علي رضي الله عنه كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن فإن كان في صلاة سبحة وإن كان في غير صلاة أذن لي حدثنا عبد الله حدثني عبد الأعلى بن حمد حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرزي عن أبي عمر البجلي عن عبد الملك بن سفيان الثقافي عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العبد المفتن التوابه حدثنا عبد الله حدثني محمد بن جعفر الوركاني أنبأنا أبو شيها بن الحناط عبد ربه بن نافع عن الحجاج بن أرطاط عن أبي على عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما أعياني أمر المذي أمرت المقداد أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء استحياء من أجل فاطمة حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حمد بن زيد حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن المتعة وعن لحوم الحمر حدثنا يونس حدثنا حمد يعني ابن سلمة عن عاصمين عن زر أن علي رضي الله عنه قيل له إن قاتل الزبير على الباب فقال علي ليدخل أن قاتل ابن سفية النار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوامي حدثنا عفان حدثنا حمد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عثمان بن عفان رضي الله عنه نزل قديدا فأتي بالحجل في الجفان شائلة بأرجلها فأرسل إلى علي رضي الله عنه وهو يضفز بعيرا له فجاء والخبط يتحات من يديه فأمسك علي وأمسك الناس فقال علي من هاهنا من أشجع هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي ببيضات نعمين وتتمير وحش فقال أطعمهن أهلك فإن حرم قالوا بل فتورك عثمان عن صريره ونازل فقال خبثت علينا حثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمر بن جرير يحدث عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة حنا عفان حدثنا شعبة أخبرنا أبو إسحاق سمعته بيرت قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب والقصي والميثرة حثنا عفان حدثنا خالد يعني أطحان حدثنا مطرف عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل صوته بالقرآن قبل العتمة وبعدها يغلط أصحابه في الصلاة حثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهدى المكاتب بقدر ما أدى حثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدمين حشو هليف ولحيين وسقاء وجرتين حنا عفان حدثنا حماد بن سلامة أنبأنا الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه أن يحنس وصفية كان من سبيل خمس فازنت صفية برجل من الخموس فولدت غلاما فادعاه الزاني ويحنس فاختصم إلى عثمان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب فقال علي أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين حثنا يحيى بن غيلان حدثنا المفضل بن فضالة حدثني يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن أبي سلامة عن عمر بن سليمين الزرقي عن أمه قالت كنا بمنا فإذا صائح يصيح ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصومنا فإنها أيام أكل وشرب قالت فرفعت أطناب الفستات فإذا الصائح علي بن أبي طالب حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حجاجي بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له حدثنا عبد الله حدثني أحمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن أبن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسة المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع وانضح فرجك حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن أبن الهادي عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمري بن سليمين الزرقي عن أمه أنها قالت بينما نحن بمينا إذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جمهل إن وهو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه أيام طعمين وشرب فلا يصو من أحد فاتبع الناس حثنا عفان حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأني غير مرة قال سمعت عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال من كل الليل قد أوطر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وطره إلى آخر الليل حثنا عفان حدثنا شعبة قال سلمة بن كهيل أنبأني قال سمعت حجية بن عدي رجلا من كندة قال سمعت رجلا سأل علي رضي الله عنه قال إني اشتريت هذه البقرة للأضحق قال عن سبعة قال القرن قال لا يضرك قال العرج قال إذا بلغت المنسك فانحر ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن حثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا حسين حدثني سعد بن عبيدة قال تنازع أبو عبد الرحمن السلمي وأحبان بن عطية فقال أبو عبد الرحمن لحبان قد علمت ما الذي جرأ صاحبك يعني علي رضي الله عنه قال فما هو لا أبا لاك قال قول سمعته من علي رضي الله عنه يقوله قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس قال انطلقوا حتى تبلغوا لودة خاخ فإنا فيها امرأة معها صحيفة من حاطيب ابن أبي بلتعت إلى المشركين فأتوني بها فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها قال وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لها أين الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فأنخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فلم نجد فيه شيئا فقال صاحبي ما نرى معها كتابا فقلت لقد علمت ما ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حلفت والذي أحرف به لأن لم تخرجي الكتاب لا أجرد أنك فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني أضرب عنقه قالا يا حاطب ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله ولكني أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي ولم يكن أحد من أصحابك إلا له هناك من قومه من يدفع الله تعالى به به عن أهله وماله قال صدقت فلا تقولوا له إلا خيرا فقال عمرو يا رسول الله إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني أضرب عنقه قال لا وليس من أهل بدر وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة فغرورقت عين عمر رضي الله عنه وقال الله تعالى ورسوله أعلم حسن هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون أنبأني أبن وهب حدثني سعيد بن عبد الله الجهني أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يا علي لا تؤخرهن الصلاة إذا أتت الجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا حدنا عبد الله حدثنا أبو داود المباركي سليمان بن محمد جار خلف البزار حدثنا أبو شيهاب عن أبني أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبن عباس عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس الحمرة وعن القراءة في الركوع والسجود حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن أبن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله حدثنا عبد الله حدثني محمد بن عبيد بن محمد المحاربي حدثنا عبد الله بن الأجلح عن أبن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس القسي والمياثر والمعصفر وعن قراءة القرآن والرجل راكع أو ساجد حدثنا عبد الله حدثني أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي قدم علينا من الكوفة حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن عاصمين عن زري بن حبيش قال عبد الله وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عاصمين عن زري بن حبيش قال قال عبد الله بن مسعود ثمارينا في سورة من القرآن فقلنا خمس وثلاثون آية ست وثلاثون آية قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا علي رضي الله عنه يناجه فقلنا إن أختلفنا في القراءة فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم حدثنا عبد الله حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا حماد عن عاصمين حا وحدثنا عبيد الله القواريري حدثنا حماد قال القواريري في حديثه حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر يعني ابن حبيش عن أبي جحيفة قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبو صالح هدية بن عبد الوهابي بمكة حدثنا محمد بن عبيد التنافسي حدثنا يحيى بن أيوب البجلي عن الشعبي عن وهب السوئي قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال من خير هذه الأمة بعد نبيها فقلت أنت يا أمير المؤمنين قال لا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه وما نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه حسن إسماعيل بن إبراهيم أنبأنا منصور بن عبد الرحمن يعني الغداني الأشلة عن الشعبي حدثني أبو جحيفة الذي كان علي يسميه وهب الخير قال قال علي رضي الله عنه يا أبا جحيفة لا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها قال قلت بل قال ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر رضي الله عنه وبعدهما آخر ثالث ولم يسميه حدنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قال علي رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر رضي الله عنه ولو شئت أخبرتكم بالثالث لفعت حدنا عبد الله حدثنا منصور بن أبي مزاحمين حدثنا خالد أزيات حدثني عون بن أبي جحيفة قال كان أبي من شرط علي رضي الله عنه وكان تحت المنبر فحدثني أبي أنه صعد المنبر يعني علي رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر رضي الله عنه وقال يجعل الله تعالى الخير حيث أحب حدثنا حمد أنبأنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعثا معه بخميلة ووسادة من أدمين حشو هليف ولحيين وسقاء وجرتين فقال علي لفاطمة رضي الله عنهما ذات يومين والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري قال وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي فاستخدميه فقالت وأنا والله قد طحنت حتى ما جلت يدي فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك أي بنية قالت جئت لا أصلي مع عليك واستحيا أن تسأله ورجعت فقال ما فعت قالت أستحييت أن أسأله فأتيناه جميعا فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله والله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري وقالت فاطمة رضي الله عنها قد طحنت حتى ما جلت يدي وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أعطيكما وأدعو أهل صفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم فرجع فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل في قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما وإذا غطي أقدامهما تكشفت رؤوسهما فثار فقال مكانكما ثم قال ألا أخبركما بخير مما سألتماني قال بلى فقال كلمات على من يهن جبريل عليه السلام فقال تسبحاني تسبحاني في دبري كل صلاة عشرا وتحمدان عشرا وتكبران عشرا وإذا أويتما إلى فراشكما فسبح ثلاثا وثلاثين واحمد ثلاثا وثلاثين وكبر أربعا وثلاثين قال فوالله ما تركتهن منذ علمني يهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال له ابن الكوائي ولا ليلة صفيا فقال قاتلكم الله يا أهل العراق نعم ولا ليلة صفيا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سلمة ابني كوهيل عن الشعبي أن علي رضي الله عنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمري بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن أبي طالب أنا ورجلان رجل من قوم ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما وجها وقال أما إنكما علجان فعليجا عن دينيكما ثم دخل المخرج فقض حاجته ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن قال فكأنه رآنا وأنكرنا ذلك ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحمة ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمري بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني وإن كان متأخرا فإرفعني وإن كان بلاء فصبرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت فأعاد عليه ما قال قال فضربه برجله وقال اللهم عافه أو اللهم أشفه شك شعبة قال فما اشتكيت وجع ذاك بعد حثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق سمعت عاصم بن ضمرة يحدث عن علي رضي الله عنه قال ليس الوتر بحطمين كالصلاة ولكن سنة فلا تدعوه قال شعبة ووجدته مكتوبا عندي وقد أوطج رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا أسود بن عامر أنبأنا شريك عن أبي الحصناء عن الحكم عن حنش عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبدا حثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربى ومواكله وشهديه وكاتبه والوشيمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحل والمحلال له وكان ينهى عن النوحي حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال كنت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غدات فإذا تنحن حدخلت وإذا سكت لما أدخل قال فخرج إلي فقال حدث البارحة أمر سمعت خشخشة في الدار فإذا أنا بجبريل عليه السلام فقلت ما منعك من دخول البيت فقالا في البيت كلب قال فدخلت فإذا جرم للحسن تحت كرسي لنا قال فقالا إن الملائكة لا يدخلون البيت إذا كان فيه ثلاث كلب أو صورة أو جنوب حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن الحارف الأعور عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من أمتي من غير مشورة لا أمرت عليهم ابن أم عبد حدثنا أبو أحمد حدثنا ريزام بن سعيد ألا طيمي وعن جواب ألا طيمي عن يزيد بن شريك يعني ألا طيمية عن علي قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالا إذا حذفت فاختسل من الجنابة وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني حدثنا إسرائيل حدثنا إبراهيم يعني ابن عبد الأعلى عن طارق بن زياد قال خرجنا مع علي إلى الخوارج فقط لهم ثم قال انظروا فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيخرج قوم يتكلمون بالحق لا يجاوز حلقهم يخرجون من الحق كما يخرج الساهم من الرمية سيماهم أن منهم رجلا أسود مخداج اليد في يده شعرات سود إن كان هو فقط قتلتم شر الناس وإن لم يكن هو فقط قتلتم خير الناس فبكينا ثم قال اطلبوا فطلبنا فوجدنا المخداج فخررنا سجودا وخر علي معنا سجدا غيرا أنه قال يتكلمون بكلمة الحق حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمني عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا وتجعلون رزقكم يقول شككم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بالنجم كذا وكذا حدثنا مؤمل حدثنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمني عن علي رضي الله عنه رفعه وتجعلون رزقكم قال مؤمل قلت لسوفيانا إن إسرائيل رفعه قال صبيان صبيان حسنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن شريحي بن النعمان قال أبو إسحاق وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء قال زهير قلت لأبي إسحاق أذكر عضباء قال لا قلت ما المقابلة قال يقطع طرف الأذن قلت ما المدابرة قال يقطع مؤخر الأذن قلت ما الشرقاء قال تشق الأذن قلت ما الخرقاء قال تخرق أذنها السمة حسنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من أمتي عن غير مشورة منهم لا أمرت عليهم ابن أم عبد حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين ومعاوية بن عمر قال حدثنا زائدة حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في خميل وقربة ووسادة من آدمين حشو هليف قال معاوية إذخر قال أبي والخميلة القطيفة المخملة حسن أسود بن عامر أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني قال قال علي رضي الله عنه الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه ما أسفل من ذلك حسن عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير تخوم الأرض يعني المنارة حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فإذا أمذيت أغتست فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال فيه الوضوء حدثنا أسود يعني ابن عامر أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وجعفر وزيد قال فقال لزيد أنت مولاي فحجل قال وقال لجعفر أنت أشبهت خلقي وخلقي قال فحجل وراء زيد قال وقال لي أنت مني وأنا منك قال فحجلت وراء جعفر حدثنا عبد الله حدثني أبو الشاعثاء علي بن الحسن بن سليمان حدثنا سليمان بن حيان عن منصور بن حيان قال سمعت عامر بن وثلت قال قيل لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرنا بشيء أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وكتمه الناس ولكنه سمعته يقول لعن الله من سب والديه ولعن الله من غير تخوم الأرض ولعن الله من آوى محدثا حدثني أسود بن عامر حدثني عبد الحميد بن أبي جعفر يعني الفراء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيدي بن يثيع عن علي رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك قال إن تؤمر أبا بكر رضي الله عنه تجيدوه آمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وإن تؤمر عمر رضي الله عنه تجيدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لوم تلائمين وإن تؤمر علي رضي الله عنه ولا أرى كن فاعلين تجيدوه هديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم حثن هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت رجلا من عنازة يحدث عن رجل من بني أسد قال خرج علينا علي رضي الله عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر ثبت وتره هذه الساعة يا أبنى النباح أذن أو ثوب حثن محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح حدثني رجل من عنازة عن رجل من بني أسد قال خرج علي حين ثوب المثوب لصلاة الصبح فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بوتر فثبت له هذه الساعة ثم قال أقم يا أبنى النواحة حثن أسود بن عامر حدثنا شعبة عن أبي التياح سمعت عبد الله بن أبي الهذي للعنزة يحدث عن رجل من بني أسد قال خرج علينا علي رضي الله عنه فذكر نحو حديث سويدي بن سعيد كنت عند عمر رضي الله عنه وهو مسجن في ثوبه حثن هاشم حدثنا شعبة عن عاصم ابن كليب قال سمعت أبا بردة يحدث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخطى مفذه أو ذه الوسطى والسبابة وقال جابر يعني الجعافية هي الوسطى لا شك فيها حثن أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بي عطباء القرن والأذن حثن علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه قال كان أبو بكر رضي الله عنه يخافت بصوته إذا قرأ وكان عمر رضي الله عنه يجهر بقراءته وكان عمار رضي الله عنه إذا قرأ يأخذ من هذه السورة وهذه فذكر ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي بكر رضي الله عنه لما تخافت قال إذا إني لا أسمع من أناجي وقال لعمر رضي الله عنه لما تجهر بقراءتك قال أفزع الشيطان وأوقظ الوصنان وقال لعمار ولم تأخذ من هذه السورة وهذه قال أتسمعوني أخلط به ما ليس منه قال لا قال فكله طيب حسنا عبد الله حدثني محمد بن جعفر الوركاني حدثنا أبو معشر النجيح المدني مولى بن هاشيمين عن نافع عن أبن عمر رضي الله عنه قال وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين المنبر والقبر فجاء علي رضي الله عنه حتى قام بين يدي الصفوف فقال هو هذا ثلاث مرات ثم قال رحمة الله عليك ما من خلق الله تعالى أحب إلي من أن ألقاه بصحيفته بعد صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم ما من هذا المسجع عليه ثوبه حدثنا عبد الله حدثنا سويد بن سعيد الهروي حدثنا يونس بن أبي عفور عن عوني بن أبي جحيفة عن أبيه قال كنت عند عمر رضي الله عنه وهو مسجن بثوبه قد قضى نحبه فجاء علي رضي الله عنه فكشف الثوب عن وجهه ثم قال رحمة الله عليك أبا حفص فوالله ما بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحب إلي من أن ألقى الله تعالى بصحيفته منك حنى عبيدة بن حميد ألا تيمي أبو عبد الرحمني حدثني ركين عن حسين بن قبيسة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فجعت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له قال فقال لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغسل حنى عبيدة بن حميد حدثني يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمني بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل عن ذلك فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل حثنا عبيدة حدثني سليمان الأعمش عن حبيبي بن أبي ثابت عن سعيدي بن جبير عن أبن عباس قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال فيه الوضوء حثنا عبد الله حدثني محمد بن سليمان لوين حدثنا حماد بن زيد عن عاصمين عن زر عن أبي جحي فتقال خطبنا علي رضي الله عنه فقال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه فقال عمر حثنا عائد بن حبيب حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف قال أتي علي رضي الله عنه بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه وذرعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنوب فأما الجنوب فلا ولا آية حثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا ربيعة بن عطبة الكنني عن ألمنهلي بن عمر عن زري بن حبيش قال مسح علي رضي الله عنه رأسه في الوضوء حتى أراد أن يقتر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ حثنا عبد الله حدثني محمد بن أبانا بن عمران الواسطي حدثنا شريك عن مخارق عن طارق يعني ابن شيهاب قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا ما في القرآن وما في هذه الصحيفة صحيفة كانت في قراب سيف كان عليه حليته حديد أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن سليمان الأسادي لوين حدثنا يحيى بن أبي زائدة حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة وضعوا الأكف على الأكف تحت السرة حدثنا مروان حدثنا عبد الملك بن السلع الهمداني عن عبد خير قال علمان علي رضي الله عنه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب الغلام على يديه حتى أنقاهما ثم أدخل يده في الركوة فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ثلاثا وذرعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم أدخل يده في الركوة فغمر أسفلها بيده ثم أخرجها فمساح بها الأخرى ثم مساح بكفيه رأسه مرة ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا ثم اغترفه نية من ماء بكفيه فشربه ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ حثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن لها عز وجل وتر يحب الوترة حدثنا وهب بن بقية الواسطي أنبأنا خالد بن عبد الله عن بياء عن عامر عن أبي جحي فتقال قال علي بن أبي طالب ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم رجل آخر حسنا يحي بن آدم حدثنا مالك بن مغول عن حبيبي بن أبي ثابت عن عبد خير عن علي وعن الشعبي عن أبي جحي فتا عن علي وعن عوني بن أبي جحي فتا عن أبيه عن علي أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه وخيرها بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه ولو شئت سميت الثالثة حسنا سفيان بن عوينة عن ابن أبي خالد حا وحدثنا أبو معاوية حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن أبي جحي فتا سمعت علي رضي الله عنه يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمار رضي الله عنهما ولو شئت لا حدثتكم بالثالث حسنا أسود بن عامر حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن أبي محمد عن علي رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأمره أن يسوي القبور حسنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال فقلت يا رسول الله تبعثني إلى قومين أسنى مني وأنا حديث لا أبصر القضاء قال فوضع يده على صدري وقال اللهم ثبت لسانه وهد قلبه يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تصمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعدت ذلك تبين لك القضاء قال فما اختلف علي قضاء بعد أو ما أشكل علي قضاء بعد حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهالي عن عبدي بن عبد الله الأسادي عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربوا قال فقال لهم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكونوا معي في الجنة ويكونوا خليفتي في أهلي فقال رجل لم يسميه شريك يا رسول الله أنت كنت بحرا من يقوم بهذا قال ثم قال الآخر قال فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي رضي الله عنه أنا حدثنا أسود حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتير عند الأذان ويصلي الرجعتين عند الإقامة حدثنا أسود حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصمين عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالنهار ست عشرة ركعة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرزي حدثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثدي بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا اسمه عفير حدثنا علي بن بحر حدثنا بقية بن الوليد الحمصي حدثني الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لسه وكأ العين فمن نام فليتوضى حدثنا حسين بن الحسن الأشقر حدثني أبن قابوس بن أبي ظبيان الجنبي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال لما قتلت مرحبا جئت برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسين عبد الله حدثنا شيبان أبو محمد حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا يونس بن خباب عن جريدي بن حيان عن أبيه أن علي رضي الله عنه قال لأبيه لا أبعثنك فيما بعثني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسوي كل قبر وأن أطمس كل صنامين حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي الليل فقال سمعت علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء حدنا عبد الله حدثني وهب بن بقية الواسطي أنبأنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي الليل عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا ابن أبي الليل عن ابن الأصبهاني عن جدة له وكانت سرية لعلي رضي الله عنه قالت قال علي رضي الله عنه كنت رجلا نأوما وكنت إذا صليت المغرب وعلي في يابي نمت ثم قال يحيى بن سعيد فأنام قبل العشاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فرخص لي حدثنا عبد الله حدثنا شيبان أبو محمد حدثنا عبد العزيز بن مسلمين يعني أبا زيد القسملي حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمني بن أبي الليل عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال في المذه الوضوء وفي المني الغسل حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر الباهلي محمد بن عمر بن العباس حدثنا عبد الوهاب يعني أثقفي حدثنا أيوب عن عبد الكريم وابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمني بن أبي ليلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بهديه فأمره أن يتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها حدثنا شجاع بن الوليد قال ذكر خلف بن حوشب عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر رضي الله عنه ثم خبطتنا أو أصبتنا فتنة يعفو الله عن من يشاء حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني شريح يعني ابن عبيد قال ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بالعراق فقالوا ألعنهم يا أمير المؤمنين قال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب حدثنا عبد الله حدثني السويد بن سعيد الهروي حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبن جريج عن الحسني بن مسلمين عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدن قال لا تعطي الجازر منها شيئا حثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن أبن أبي مليكة أنه سمع أبن عباس يقول وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبلا أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فاتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فترحى مع العمر رضي الله عنه فقال ما خلفت أحدا أحب إلي إن ألقى الله تعالى بمثل عمله منك ويم الله إن كنت لا أظن ليجعلنك الله مع صاحبيك وذلك أني كنت أكثر إن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذهبت فذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وإن كنت لا أظن ليجعلنك الله معهما حدثنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله أنبأنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال فكنت إذا وجدته يصلي سبح فدخلت وإذا لم يكن يصلي أذن حثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنها أبنة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليني فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرى فحن قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فاخذه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شيهاب أخبرني علي بن حسين رضي الله عنه أن أباه حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه هو وفاطمة رضي الله عنها فذكر مثله حسين علي بن بحر حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال أبي سمعته يحدث عن عبد الله بن وهب عن أبيه عن أبي خليفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف حسين عبد الله حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثنا أبن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من حدث عني حديثا يرى أنه كاذب فهو أكذب الكذبين حدنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشمين عن محمد عن عبيدة حدثنا أن علي رضي الله عنه ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مفدون اليد أو مخدج اليد لولا أن تبطروا لنبأتكم لما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فقلت لعلي أنت سمعته منه قال إي ورب الكعبة حدثنا منصور بن وردان الأساجي حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عامين فسكت فقالوا أفي كل عامين فسكت قال ثم قالوا أفي كل عامين فقال لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم إلى آخر الآية حدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هان قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح فقالت أتي عليا رضي الله عنه فهو أعلم بذلك مني قال فأتيت عليا رضي الله عنه فسألته عن المسح على الخفين قال فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على الخفين يوما وليلة وللمسافر ثلاثا حدثنا يزيد أنبأنا حجاج رفعه حثنا عبد الله حدثني نصر بن علي الأزدي حدثنا بشرو بن المفضل عن شعبة عن حبيبي بن أبي ثابت عن عبد خير سمعت عليا رضي الله عنه يقول ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمار رضي الله عنهما حثنا عبد الله بن عوين حدثنا مبارك بن سعيد أخو سفيان عن أبيه عن حبيبي بن أبي ثابت عن عبد خير الهمدني قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول على المنبر ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها قال فذكر أبا بكر ثم قال ألا أخبركم بالثاني قال فذكر عمر رضي الله عنه ثم قال لو شئت لا أنبأتكم بالثالث قال وساكت فرأينا أنه يعني نفسه فقلت أنت سمعته يقول هذا قال نعم ورب الكعبة وإلا صمة حثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا مسهر بن عبد الملك بن السلعن حدثنا أبي عبد الملك بن السلعن عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه غسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا قال ثم صلىها بين العشاءين بين المغرب والعشاء وقال أبو معاوية مرة يعني بين المغرب والعشاء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويدي بن غفالة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخرى من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم عن غيره فإنما أنا رجل محارب والحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا يخرجوا في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان صفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوزوا إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة حدثنا أبن نمير حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون مئتين زكاة حدثنا أبن نمير حدثنا الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمني عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لي أراك تنوق في قريش وتدعنا قال عندك شيء قلت بنت حمزة قال هي بنت أخي من الرضاعة حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن أبن ابن صالح عن عكرمة قال أفضت مع الحسين بن علي رضي الله عنه من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى رم جمرة العقبة فسألته فقال أفضت مع أبي من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى رم جمرة العقبة فسألته فقال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى رم جمرة العقبة حدثنا محمد بن فضيل عن عطائي بن السائب عن ميسرة قال رأيت علي رضي الله عنه يشرب قائما وإن قال فقلت له تشرب قائما فقالا إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا حتى عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما حتى عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن أبي السوداء عن أبن عبد خير عن أبيه قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه لا ظننت أن بطونهما أحق بالغسل حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع حدثنا الحسن بن عقبة أبو كبران عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا حدثنا محمد بن فضيل حدثنا مغيرة عن أم موسى قالت سمعت علي رضي الله عنه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبن مسعود فصعد على شجرة أمره أن يأتيه منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من حموشة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن الأسود بن قيسين عن رجل عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهدا نأخذ به في الإمارة ولكنه شيء رأيناه من قبل أنفسنا ثم استخلف أبو بكر رحمة الله على أبي بكر فأقام واستقام ثم استخلف عمر رحمة الله على عمر فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه حسنا عبد الله حدثني وهبو بن بقية الواسطي أنبأنا خالد عن عطاء يعني ابن السائب عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وخيرها بعد أبي بكر عمرو ثم يجعل الله الخير حيث أحب حسنا عبد الرحمن أخبرنا سفيان عن منصور عن الحكام عن من سمع علي رضي الله عنه وابن مسعود يقولان قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواري حسنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حناين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القصي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر حسنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال جاء ثلاثة نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم كانت لمئة أوقية فأنفقت منها عشرة أواق وقال الآخر كانت لمئة دينار فتصدقت منها بعشرة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم في الأجر سواء كل إنساء منكم تصدق بعشر ماله حسنا عبد الله حدثني وهب بن بقية الواسطي أخبرنا خالد بن عبد الله عن حسين عن المسيبي بن عبد خير عن أبيه قال قام علي فقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وإن قد أحدثنا بعضهم أحداثا يقضي الله تعالى فيها ما شاء حسنا عبد الرزاق حدثنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس الوتر بحطمين كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار حدثنا القاسم الجرمي عن سفيانا عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا حسنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتير عند الأذان حسنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قاله مرة قال عبد الرازق وأكثر ذاك يقول أخبرني من شهد علي حين ركب فلما وضع رجله في الركب قال باسم الله فلما استوى قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون ثم حمد ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاخفر لي إنه لا يغفر الله ذنوب إلا أنت ثم ضحك قال فقيل ما يضحكك يا أمير المؤمنين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعت وقال مثل ما قلت ثم ضحك فقلنا ما يضحكك يا نبي الله قال العبد أو قال عجبت للعبد إذا قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاخفر لي إنه لا يغفر الله ذنوب إلا أنت يعلم أنه لا يغفر الله ذنوب إلا هو حسنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني وهبيرة بن يريم عن علي أن أبنة حمزة طابعتهم تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك أبنة عمك فحوليها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأمي ثم قال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا فقال له علي رضي الله عنه يا رسول الله هلا تزوج أبنة حمزة فقال إنها أبنة أخي من الرضاعة حثنى سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمار رضي الله عنهما حثنى وكيع عن سفيان وشعبة عن حبيب ابن أبي ثابت عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما حثنى عبد الله حدثني السويد بن سعيد حدثني الصبي بن الأشعث عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر رضي الله عنهما ولو شئت سميت الثالث قال أبو إسحاق فتهجها عبد خير لكي لا تمترون فيما قال علي رضي الله عنه حثنى حجاج حدثنى ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أبو أفلح عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذيني حرام على ذكور أمة حثنى حجاج حدثنى ليث حدثنى سعيد يعني المقبورية عن عمر بن سليمين الزرقي عن عاصم بن عمر وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالحرة بالسقية التي كانت لسعدي بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوني بوضوء فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال اللهم إن أب إبراهيم كان عبدك وخليلك دعا لأهل مكة بالبركة وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين حفناه شيم أنبأنا أبو عامر المزني حدثنا شيخ من بن تميمين قال خطبنا علي رضي الله عنه أو قال قال علي يأتي على الناس زمان عدود يعض المواسر على ما في يديه قال ولم يؤمر بذلك قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم وينهد الأشرار ويستغل الأخير ويبايع المضطرون قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين وعن بيع الغراري وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك حفنا عبد الله حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا أبو معاوية وكيع عن هشامي بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة وخير نسائها مريم حفنا عبد الله حدثنا أبو داود المباركي سليمان بن محمد حدثنا أبو شيهاب عن أبن أبي الليلة عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهما قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس الحمراء وعن القراءة في الركوع والسجود حدثناه شيم أنبأنا يونس عن الحسن عن علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المصاب حتى يكشف عنه حدثناه شيم حدثنا إسماعيل بن سالمين عن الشعبي قال أتي علي بزاء محسن فجلده يوم الخميس مئة جلدة ثم رجمه يوم الجمعة فقيل له جمعت عليه حدين فقال جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثناه شيم وأبو إبراهيم المعقب عنه شيمين أنبأنا حسين عن الشعبي قال أتي علي بمولاة لسعيدي بن قيس محسنة قد فجرت قال فضربها مئة ثم رجمها ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن إسحاق بن يوسف عن شريك عن السدي عن عبد خير قال رأيت علي رضي الله عنه دعى بماء ليتوضأ فتمسح به تمسحا ومسح على ظهر قدميه ثم قال هذا وضوء من لم يحدث ثم قال لو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر قدميه رأيت أن بطونهما أحق ثم شرب فضل وضوءه وهو قائم ثم قال أين الذين يزعمون أنه لا ينبغي لأحد أن يشرب قائما حدثنا عبد الله حدثني علي بن حكيمين وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن بنت السدي قال أنبأنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن نفعي بن جبير بن مطعمين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان عظيم الهامة أبيض مشربا بحمرة عظيما لحية ضخمة الكراديس شثن الكفين والقدمين طويل المسربة كثير شعر الرأس راجله يتكفأوا في مشيته كأنما ينحدر في صباب لا طويل ولا قصير لم أر مثله لا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم وقال علي بن حكيمين في حديثه ووصف لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا كان ضخم الهامة حسن الشعر رجله حسن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار حدثنا القاسم الجرمي عن سفيانا عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع ثلاثا ثلاثا حسن عبد الله حدثني سريج بن يونس حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابني جريج عن صالحي بن سعيد أو سعيد عن نفعي بن جبير بن مطعمين عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قصير ولا طويل عظيم الرأس رجله عظيم اللحية مشربا حمرة طويل المسربة عظيم الكرديس شثن الكفين والقدمين إذا مشتك فأكا أن ما يهبط في صباب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم حسن عبد الله حدثني أبو الشاعثاء علي بن الحسن بن سليمان حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيانة عن حجاج عن عثمان عن أبي عبد الله المكي عن نفعي بن جبير بن مطعمين قال سئل علي رضي الله عنه عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا قصير ولا طويل مشربا لونه حمرة حسن الشعار رجله ضخم الكرديس شثن الكفين ضخم الهامة طويل المسربة إذا مشتك فأكا أن ما ينحدر من صباب لم أرى مثله قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم حان حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن علي رضي الله عنه قال لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بدر فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما إلى بدر وبدر بئر فسبقنا المشركون إليها فوجدنا فيها رجلين منهم رجلا من قريش ومولا لعقبة ابن أبي محيط فأما القرشي فانفلت وأما مول عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له كم القوم فيقول هم والله كثير عددهم شريد بأسهم فجعل المسلمون إذ قال ذلك ضربوه حتى أن تهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا له كم القوم قالا قالهم والله كثير عددهم شريد بأسهم فجهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأب ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم ينحرون من الجزر فقال عشرا كل يومين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ألف كل جزور لمائة وتبيعها ثم إنه أصابنا من الليل تشهن من مطر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل ويقول اللهم إنا كأم تهلك هذه الفئة لا تعبد قال فلما أنطلع الفجر نادى الصلاة عباد الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال القتال ثم قال إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل فلما دنى القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمهل له أحمر يسير في القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي نادي لحمزة وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر فجاء حمزة فقال هو عطبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول لهم يا قوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير يا قوم أعصبوها اليوم برأس وقولوا جبون عطبة بن ربيعة وقد علمتم أني لست بأجبانكم فسامع ذلك أبو جهل فقال فقال أنت تقول هذا والله لو غيرك يقول هذا لا أعضدته قد ملأت رئتك جوفك رعبا فقال عطبة إياي تعير يا مصفر استهي ستعلم اليوم أينا الجبان قال فبرز عطبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية فقال من يبارز فخرج فتية من الأنصار ستة فقال عطبة لا نريد هؤلاء ولكن يبارزون من بني عمنا من بني عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا علي وقم يا حمزة وقم يا عبيدة بن الحارثي بن عبد المطلب فقتل الله تعالى عطبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عطبة وجرح عبيدة فقتنا منهم سبعين وأسرنا سبعين فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس يا رسول الله الله إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلاح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله فقال اسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريمين فقال علي رضي الله عنه فأسرنا وأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيلا ونوفل بن الحارثي حثنا حجاج حدثنا شريك عن المقدم بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت أخبريني برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن المسح على الخفين فقالت أتي علي رضي الله عنه فسأله فإنه كان يزم النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيت علي رضي الله عنه فسألته فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على خففنا إذا سافرنا حدثنا عبد الله حدثنا علي بن حكيمين الأودي أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب وعن زيدي بن يثيع قال نشد علي الناس في الرحبة من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غديرهم إلا قام قال فقام من قبل سعيد ستة ومن قبل زيد ستة فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه يوم غديرهم أليس الله أولى بالمؤمنين قالوا بل قال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم ولمن ولاه عاد من عداه حدثنا عبد الله حدثنا علي بن حكيمين أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن عمر نذي مر بمثل حديث أبي إسحاق يعني يعني عن سعيد وزيد وزاد فيه وانصر من نصره واخذل من خذله حدثنا عبد الله حدثنا علي أنبأنا شريك عن الأعمش عن حبيبي بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيدي بن أرقما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتمه قلت سميته حربا قال هو حسن فلما ولدت الثالث جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتمه قلت حربا قال هو محسن ثم قال سميتهم بأسماء ولاد هاني شبر وشبير ومشبر حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت القاسم ابن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كفة إلا ما كان في قراب سيفي هذا قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء قال عفان قال أنبأنا يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار عن عمر بن حريث أنه عاد حسنا وعنده علي فقال علي رضي الله عنه أتعود حسنا وفي النفس ما فيها قال نعم إنك لست بير بقلبي فتصرفه حيث شئت فقال أما أن ذلك لا يمنعني أن أؤدي إليك النصيحة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يعود مسلما إلا ابتعاث الله سبعين ألف ملك يصلون عليه أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح حثنا بهز وحدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصري عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوم أو قال المجنون حتى يعقل وعن الصغير حتى يشب حنا بهز وأبو كامل قال حدثنا حماد قال بهز قال أنبأنا هشام بن عمر الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين المخزومي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وطره اللهم ما إني أعوذ برضاك من صختك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمر بن العباس الباهلي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبران أبو بشر سمعت مجاهدا يحدث عن أبن أبي الليل سمعت علي رضي الله عنه يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حرير فبعث بها إلي فلبستها فرأيت الكراهية في وجهه فأمرني فأطرتها خمرا بين النساء حدنا بهز حدثنا همام أنبأنا قتادة عن أبي حسان أن علي رضي الله عنه كان يأمر بالأمر فيؤت فيقال قد فعلنا كذا وكذا فيقول صدق الله ورسوله قال فقال له الأشتر إن هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس أفا شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي قال فلم يزال به حتى أخرج الصحيفة قال فإذا فيها من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينا لا يقبل منه صرف ولا عدل قال وإذا فيها فيها إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها كله لا يختل خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيره ولا يحمل فيها السلاح لقتال قال وإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مؤمن بكفير ولا ذو عهد في عهده حثنا روح حدثنا أبن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضلي عن عبد الرحمن الأعرجي عن عبيد الله بن أبي رافعا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أن تربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يونس بن أرقم حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال شهدت علي رضي الله عنه في الرحبة ينشد الناس أنشد لها فمن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غديره من من كنت مولاه فعلي مولاه لما قام فشهد قال عبد الرحمن فقام إثنى عشر بديريا كأني أنظر إلى أحدهم فقالوا نشهد أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول يوم غديره من ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم فقلنا بلى يا رسول الله قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم ولمن ولاه وعادي من عداه حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن مخارق عن طارق بن شيهاب قال رأيت علي رضي الله عنه على المنبر يخطب عليه سيف حليته حديد فسمعته يقول والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة قال لصحيفة معلقة في سيفه حثنا علي بن عاصمين أنبأنا إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير قال كنت قاعدا عند علي رضي الله عنه قال فجاء ساعة بن سوحان فسلم ثم قام فقال يا أمير المؤمنين أنهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا عن الدباء والحمتم والمزفة والنقير ونهانا عن القسي والميثرة الحمراء وعن الحرير والحلق الذهبي ثم قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير فخرجت فيها ليرى الناس علي كسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بنزعهما فأرسل بأحداهما إلى فاطمة وشق الأخر بين نسائه حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الوليد بن عقبط بن نزار العنسي حدثني سماك بن عبيدي بن الوليد العبسي قال دخلت على عبد الرحمني بن أبي ليلة فحدثني أنه شهد علي رضي الله عنه في الرحبة قال أنشهد له رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهده يوم غديرهم إلا قام ولا يقوم إلا من قد رأاه فقام اثنى عشر رجلا فقالوا قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول اللهم والمن ولاه عاد من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله فقاما إلا ثلاثة لم يقوموا فدعا عليهم فأصبتهم دعوته حدثنا عبد الله حدثني محمد بن المنهال أخو حجاجي بن منهال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمني بن إسحاق حدثني أبو سعيد عن عبد الرحمني بن أبي ليلة قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا سمع المؤذن يؤذن قال كما يقول فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال علي رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن الذين جحدوا محمد هم الكذبون حثنا يحي بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريحي بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين قالت سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال للمسافر ثلاثة أيامين وليليهن وللمقيم يوم وليلة قال يحيى وكان يرفعه يعني شعبة ثم تركه حتى يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء مولى أم سبيتا عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة ولا أخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر فيقول قائل ألا سائل يعطى لداع يجاب ألا سقيم يستشفي فيشفى ألا مذنب يستغفر فيغفر له حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني عم عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافعا عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة حدثنا أبو معاوية تحدثنا الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال سئلا عن الوتر أواجب هو قال أما كالفريضة فلا ولكنها سنة صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى ما ضوى على ذلك حدثنا أبن الأشجعي حدثنا أبي عن سفيانا عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء ثم قال أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائما قال فأخذه فشرب وهو قائم ثم توضأ وضوءا خفيفا ومساحا علن عليه ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن أبي حية بن قيس عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وشرب فضل وضوءه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن أبن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله رب العالمين وليقول من حوله يرحمك الله وليقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم حدثنا عبد الله حدثنا داود بن عمر الضبي حدثنا منصور بن أبي الأسود عن أبن أبي ليلى عن الحكم أو عيسى شك منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال وليقول له من عنده يرحمك الله ويرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم حدثنا غسان بن الربيع حدثنا أبو إسرائيل عن السدي عن عبد خير قال خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحن في المسجد فقال أين السائل عن الوتر فمن كان منا في ركعة شفع إليها أخر حتى اجتمعنا إليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير في أول الليل ثم أوطر في وسطه ثم أثبت الوتر في هذه الساعة قال وذلك عند طلوع الفجر حسن عبد الله بن يزيد حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع قال عاد أبو موسى الأشعري الحسن بن علي فقال له علي رضي الله عنه أعائدا جئت أم زائدا فقال أبو موسى بل جئت عائدا فقال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا بكرا شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حتى يمسي وكان له خريف في الجنة حدنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع قال عاد أبو موسى الأشعري الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له علي رضي الله عنه أعائدا جئت أم زائدا قال لا بل جئت عائدا قال علي رضي الله عنه أما إنه ما من مسلمين يعود مريضا إلا خرج معه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له إن كان مصبحا حتى يمسي وكان له خريف في الجنة وإن كان ممسيا خرج معه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة حدثنا شيبان أبو محمد حدثنا عبد العزيز بن مسلمين يعني أبا زيد القسملي حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد حدثنا عامر قال كان لشراحة زوج غائب بالشام وإنها حملت فجاء بها مولاها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إن هذه زنت فاعترفت فجلدها يوم الخميس مئة ورجمها يوم الجمعة وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد ثم قال إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان شاهد على هذه أحد لا كان أول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره ولكنها أقرت فأنا أول من رماها فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم قال فكنت والله في من قتلها دفن أسود بن عامر أنبأنا إسرائيل عن محمد بن عبيد الله عن أبيه عن عمه قال قال علي رضي الله عنه وسوء إلى يركب الرجل هديه فقال لا بأس به قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه وهديه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم حثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثنا عامر عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومطعمه وشهديه وكاتبه ومانع الصدقة والوشيمة والمستوشمة والحى والمحلالة له قال وكان ينهى عن النوحي حثنا يزيد أنبأنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال نهيى عن مياثر الأرجوان ولبس القصي وخاتم الذهب قال محمد فذكرت ذلك لأخي يحيى بن سرين فقال أولم تسمع هذا نعم وكف في الديوباجي حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد أنبأنا أيوب عن محمد عن عبيدة قال ذكر علي أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مفدون اليد أو مخداج اليد لولا أن تبطروا لنبأتكم بما وعد الله عز وجل الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعت منه قال إي ورب الكعبة حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن يحيى الأبح حدثنا ابن عوين عن محمد عن عبيدة قال لما قتل علي أهل النهروان قال تمسوه فوجدوه في حفرة تحت القتل فاستخرجوه وأقبل علي رضي الله عنه على أصحابه فقال لولا أن تبطروا لا أخبرتكم ما وعد الله من يقتل هؤلاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب الكعبة حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عافوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وفي الرقة ربع وعشرها حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهيى والذي هو أتقى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبته عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي أهياه وأهداه وأتقاه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبته عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلم عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهياه وأتقاه وأهداه وخرج علي علي علينا حين ثوب المثوب فقال أين السائل عن الوطر هذا حين وطر حسن حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكري بن علي المقدمي حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب وهشمين عن محمد عن عبيدة أن علي رضي الله عنه ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مفدون اليد أو مخداج اليد لولا أن تبطروا لنبأتكم وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فقلت لعلي أأنت سمعته قال إي ورب الكعبة حان يحيى بن سعيد عن شعب تحدثني مالك بن عرف تتسمعت عبد خير قال كنت عند علي فأتي بكرسي وتور قال فغسل كفيه ثلاثا ووجهه ثلاثا وذرعيه ثلاثا ومساح برأسه وصف يحيى فبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره وقال ولا أدري أرد يده أم لا وغسل رجليه ثم قال من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر القطيعي قال لنا أبو عبد الرحمن هذا أخطأ فيه شعبة إنما هو عن خالد بن علقمة عن عبد خير حدثنا عبد الله حدثني أبو إسحاق الترمذي حدثنا الأشجعي عن سفيانا عن عاصمين عن زر بن حبيش عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه قالا كنا نراها الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر يعني صلاة الوسطى حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزمين حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تكفأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يصعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكفير ولا ذو عهد في عهده حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن يوسف بن مسعود عن جدته أن رجلا مر بهم على بعير يوضعه بمنا في أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب فسألت عنه فقالوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حسنا يحيى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال أنطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما في كتابي هذا قال وكتاب في قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تكفأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكفير ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعيا حسنا يحيى عن هشامين عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس أو كدت الشمس أن تغرب ملأ الله أجوافهم أو قبورهم نارا حسنا يحيى عن أبني أبي ليلة حدثني أخي عن أبي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقال له يرحمكم الله وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم فقلت له عن أبي أيوب قال علي رضي الله عنه حسنا عبد الله حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثني أزهر بن سعد عن أبني عوين عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال اشتكد إلي فاطمة رضي الله عنها مجل يديها من الطحن فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله فاطمة تشتكي إليك مجل يديها من الطحن وتسألك خادما فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادمين فأمرنا عند منامنا بثلاث وثلاثين 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 وأربع وثلاثين من تسبيح وتحميد وتكبير حسنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي قال أخبرت عن سناني بن هارون حدث نبيان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لوضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق حسنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن خالد بن علق متى عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال توضع علي رضي الله عنه فتا مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد وغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الركوة فمساح رأسه وغسل رجليه ثم قال هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم حسنا يحيى عن شعبة حدثني أبو إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه أن عمارا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الطيب المطيب حسنا يحيى يعني ابن سعيد عن شعبة حاق وحدثنا حجاج أنبأنا شعبة عن منصور قال يحيى قال حدثني منصور عن ربعي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من يكذب علي يلجأ النار قال حجاج قلت لشعبة هل أدرك علي قال نعم حدثني عن علي ولم يقول سمع حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع علي رضي الله عنه يخطب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حسنا يحيى حدثنا ابن جريج أخبرني حسن بن مسلمين وعبد الكريم أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليل أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها منها شيئا حدثنا عبد الرزاق أنباء معمر عن عبد الكريم فذكر الحديث وقال نحن نعطيه من عندنا الأجرى حان يحيى عن ابن عجلان حدثني ابراهيم بن عبد الله بن حناين عن أبيه عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وأن أقرأ وأنا ركع وعن القصي والمعصفري حدثنا وكيع حدثني شعبة وعن عبد الملك بن ميسرة عن أن الزالي بن سبرة أن علي رضي الله عنه لما صلى الظهر دعا بكوز من ماء في الرحبة فشرب وهو قائم ثم قال إن رجالا يكرهون هذا وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلك الذي رأيتموني فعثت ثم تمسح بفضله وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة التهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم حدثنا وكيع حدثنا الحسن بن عقبة أبو كبران المرادي سمعت عبد خير يقول قال علي ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا مسهر بن عبد الملك بن السلعن حدثنا أبي عبد الملك بن السلعن قال كان عبد خير يا أمنا في الفجر فقال صلينا يوما الفجر خلف علي رضي الله عنه فلما سلم قام وقمنا معه فجاء يمشي حتى أنتهى إلى الرحبة فجلس وأسند ظهره إلى الحائط ثم رفع رأسه فقال يا قنبر ائتني بالركوة والطست ثم قال له صب فصب عليه فغسل كفه ثلاثا وأدخل كفه اليمن فمضمض واستنشق ثلاثا ثم أدخل كفيه فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل كفه اليمن فغسل ذراعه الأيمن ثلاثا ثم غسل ذراعه الأيسر ثلاثا فقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال قال علي كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن منذر أبيه قال عن ابن الحنفية أن علي رضي الله عنه أمر المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حثنا وكيع عن شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة فيأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن ولم يكن يحجزه أو يحجبه إلا الجنابة حنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على كل أثر صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر وقال عبد الرحمن في دمري كل صلاة حدنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل وأبو خيثمة قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن أبي السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت علي رضي الله عنه فغسل ظهور قدميه وقال لو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه لا ظننت أن بطونهما أحق بالغسل حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق حدثنا سفيان مرة أخرى قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فمساح ظهورهما حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع حدثنا الحسن بن عقبة أبو كبران عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال يعني هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا سعد بن مالك فأني سمعته يقول له يوم أحد أرمي سعد في داك أبي وأمي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلم عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم صرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا قال فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا حطبا ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا له نارا فقال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بل قال فادخلوها قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل النار فكانوا كذلك إذ سكن غضبوه وطفئت النار قال فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا ذلك له فقالا لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف دثنا عبد الرحمن عن سفيان وعبد الرزاق أنبئنا سفيان عن عاصمين يعني ابن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال لنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل الخاتف ما في هذه أوي في هذه قال عبد الرزاق لأصبعيه السبابة والوسطى حثنى عبد الرحمن عن سفيان عن أبي هاشمين القاسم بن كثير عن قيس الخارفي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر رضي الله عنه ثم خبطتنا أو أصبتنا فتنة فما شاء الله جل جلاله قال أبو عبد الرحمن قال أبي قوله ثم خبطتنا فتنة أراد أن يتواضع بذلك حنى عبد الرحمن عن سفيان وشعبة وحمدي بن سلمة عن سلمة ابن كهيل عن حجية ابن عدي أن رجلا سأل علي رضي الله عنه عن البقرة فقال عن سبعة قال القرن قال لا يضرك قال فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك قال وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سلمة ابن كهيل قال سمعت حجية ابن عدي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسأله رجل فذكر الحديث حنى عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولا قد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح حثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن أبي حصيء عن عميري بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجيدوه في نفسي إلا الخمر فإنه لو مات لو ديه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه حثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا حثنا عبد الرحمن عن زائدة ابن قدامة عن أبي حصيء الأسادي وابن أبي بكير حدثنا زائدة أنباءنا أبو حصيء الأسادي عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء أن وكانت تحت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت رجلا فسأله فقال توضأ واغسله حثنا عبد الله حدثنا محمد بن جعفر الوركاني أنباءنا شريك عن خالد بن علق متى عن عبد خير قال صلينا الغدات فأتينه فجلسنا إليه فدع بوضوء فأتي بركوة فيها ماء واتست قال فأفرغ الركوة على يده اليون فغسل يديه ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا بكف كف ثم غسل وجهه ثلاثا وذرعيه ثلاثا ثلاثا ثم وضع يده في الركوة فمساح بها رأسه بكفيه جميعا مرة واحدة ثم غسل رجليه ثقابا ثلاثا ثم قال هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم فاعلموه حثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالا إذا رأيت المذي فتوضى واغسل ذكرك وإذا رأيت فضخ الماء فاختسل فذكرته لسوفيان فقالا قد سمعته من ركين حدثنا معاوية وابن أبي بكير قال حدثنا زائدة حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري فذكر مثله وقالا فضخ الماء وحدثنا ابن أبي بكير حدثنا زائدة وقال فضخ أيضا حثنا عبد الله حدثني وهب بن بقية أنبأنا خالد عن عطاء يعني ابن السائب عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم خيرها بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه ثم يجعل الله الخير حيث أحب حدثنا عبد الله حدثني أبو بحر عبد الواحد البصري حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال قال علي رضي الله عنه لما فرغ من أهل البصرة أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعد أبو بكر عمر وأحدثنا أحداثا يصنع الله فيها ما شاء حثنا عبد الله حدثني وهب بن بقية الواسطي أنبأنا خالد بن عبد الله عن حسين عن المسيبي بن عبد خير عن أبيه قال قام علي رضي الله عنه فقال خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وإن قد أحدثنا بعض أحداثا يقضي الله فيها ما شاء حثنا عبد الرحمن حدثنا صفيان عن أبي إسحاق عن هانئي بن هانئن عن علي رضي الله عنه قال جاء عمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إئذن وله مرحبا بالطيب المطيب حدثنا عبد الرحمن عن صفيان عن أبي إسحاق عن سعيدي بن ذي حدان حدثني من سمع علي رضي الله عنه يقول سم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة حثنا يحيى بن سعيد عن هشامين أخبران أبي أن علي رضي الله عنه قال للمقداد سم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من المرأة فيمذي فإني أستحي منه لأن ابنته عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ حثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن الأعمشي عن أبي الضحى عن شتيري بن شكل عن علي رضي الله عنه قال شغلون يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا حثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن الأعمشي عن إبراهيم الطيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينا لا يقبل منه عدل ولا صرف وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينا لا يقبل منه صرف ولا عدل حان عبد الرحمن عن سفيانا عن الأعمشي عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لي أراك تنوق في قريش وتدعنا أن تزوج إلينا قال وعندك شيء قال قلت أبنة حمزة قال إنها أبنة أخي من الرضاعة حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة وعن عمر بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهياه وأهداه وأتقاه حثنا وكيع عن سفيانا وشعبة عن حبيبي بن أبي ثابت عن عبد خير عن علي أنه قال ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمروا حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا مطالب بن زياد عن السدي عن عبد خير عن علي في قوله إنما أنت منذر ولكل قومين هاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر والهادي رجل من بني هاشيمين حثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال لما حضر البأس يوم بدر تقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس ما كان أوي لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن نافع وحدثنا إسحاق يعني ابن عيسى أخبرني مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حني قال إسحاق عن أبيه عن علي بن أبي طالبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القاسي والمعصفري وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع حدنا عبد الله حدثني أبي وأبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل وأنبأنا أيوب عن نافع عن إبراهيم بن فلاني بن حني عن جده عبد الله بن حني قال قال علي النهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفري وعن القاسي وعن خاتم الذهب وعن القراءة في الركوع قال أيوب أو قال أن أقرأ وأنا ركع قال أبو خيثمة في حديثه حدثت أن إسماعيل رجع عن جده حناي حثن عبد الوهابي عن سعيد عن رجل عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي عاغ لمين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تابعهما إلا جميعا ولا تفرق بينهما حثن عبد الله حدثنا خلف بن هشمين البزار حدثنا أبو الأحواصي عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه يتوضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذرعيه ثلاثا ومساح برأسه وغسل قدميه إلى الكعبين وأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثنا خلف بن هشمين البزار حدثنا أبو الأحواصي عن أبي إسحاق قال وذكر عبد خير عن علي مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ بكفيه من فضل طهوره فشرب حثنا عبد الوهاب قال سئل سعيد عن الأعظب هل يضح به فأخبرنا عن قتادة عن جريب نيكولاي بن رجل من قومه لأنه سمع علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظب القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العظب النصف فأكثر من ذلك حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لبس القصي والمياثير حثنا وكيع عن إسرائيل وعبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي قال عبد الرزاق عن أبي حية قال رأيت علي بالا في الرحبة ودع بماء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومساح برأسه وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب من فضل وضوءه ثم قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلك الذي رأيتموني فعت فأردت أن أريكموه حدثنا عبد الله حدثني أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا شيهاب بن خراش حدثني الحجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي قال ضرب علقمة بن قيس هذا المنبر وقال خطبنا علي رضي الله عنه على هذا المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله أن يذكر وقال إن خير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما ثم أحدثنا بعدهما أحداثا يقضي الله فيها حدثنا عبد الله حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا شيهاب بن خراش أخبرني يونس بن خباب عن المسيبي بن عبد خير عن عبد خير قال سمعت علي رضي الله عنه يقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما حدثنا وكيع حدثنا مجمع بن يحيى عن عبد الله بن عمران الأنصاري عن علي والمسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرموزى عن نفعي بن جبير عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل ضخم الرأس واللحية شثن الكفين والقدمين الضخم الكراديوس مشربا وجهه حمرة طويل المسربة إذا مشتك فأتكف أن كأنما يتقلع من صخر لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم وقال أبو النظر المسربة وقال كأنما ينحط من صبب وقال أبو قطأ المسربة وقال يزيد المسربة حدثنا عبد الله حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا شيهاب بن خراش حدثنا الحجاج بن دينار عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي جحي فتقال كنت أرى أن علي رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقلت لا والله يا أمير المؤمنين أني لم أكن أرى أن أحدا من المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك قال أفلا أحدثك بأفضل الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فقال أبو بكر رضي الله عنه فقال أفلا أخبرك بخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قلت بلى قال عمر رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني سريج بن يونس حدثنا مروان الفزاري أخبرنا عبد الملك بن السلع عن عبد خير قال سمعته يقول قام علي رضي الله عنه على المنبر فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه فعمل بعمله وسار بسيرته حتى قبضه الله عز وجل على ذلك ثم استخلف عمر رضي الله عنه على ذلك فعمل بعملهما وسار بسيرتهما حتى قبضه الله عز وجل على ذلك حثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن علي بن ربيعة قال كنت ردف علي رضي الله عنه فلما وضع رجله في الركب قال باسم الله فلما استوى قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون وقال ابو سعيد مولى بن هاشيمين ثم حمد لها ثلاثا والله اكبر ثلاثا ثم قال سبحان الله ثلاثا ثم قال لا اله الا انت ثم رجع الى حديث وكيع سبحانك اني ظلمت نفسي فاخفر لي انه لا يغفر اللفذ نوبا الا انت ثم ضحك قلت ما يضحكك قال كنت ردفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل كالذي رأيتني فعلت ثم ضحك قلت يا رسول الله ما يضحكك قال قال الله تبارك وتعالى عجب لعبدي يعلم انه لا يغفر اللفذ نوبا غيري حدثنا وكيع عن شعبة عن عمري بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال اشتكيت فاتني النبي صلى الله عليه وسلم وانا اقول اللهم ان كان اجلي قد حضر فارحني وان كان متأخرا فاشفني او اعافني وان كان بلاء فصبرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال فاعدت عليه قال فمساح بيده ثم قال اللهم اشفه او اعافه قال فما اشتكيت وجعي ذاك بعد حدثنا وكيع عن سفيانا عن ابي اسحاقا عنه بيرتا عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقض اهله في العشر حثنا عبدالله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابن نمير عن عبد الملك بن سلعن عن عبد خير قال سمعت علي رضي الله عنه يقول قبض الله نابيه صلى الله عليه وسلم مع الخير ما قبض عليه نبي من الانبياء عليهم السلام ثم استخلف ابو بكر رضي الله عنه فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه وعمار رضي الله عنه كذلك حثنا عبدالله حدثنا زكريا بن يحيى رحمويه حدثنا عمر بن مجاشع عن ابي اسحاقا عن عبد خير قال سمعت علي رضي الله عنه يقول على المنبار خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر وعمار رضي الله عنهم ولو شئت ان اسمي الثالث لا سميته فقال رجل لابي اسحاقا انهم يقولون انك تقول افضل في الشر فقال احروري حثنا وكيع عن اسرائيل وعلي بن صالح عن ابي اسحاقا عن شريح بن النعماني عن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن ولا نضحي بشرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة حثنا وكيع حدثنا الاعمش عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال عهدى الي النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق حثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن سماكي بن حرب عن حنش الكناني ان قوما باليمن حفروا زبية لاسد فوقع فيها فتكب الناس عليه فوقع فيها رجل فتعلق باخر ثم تعلق الاخر باخر حتى كانوا فيها اربعة فتنازع في ذلك حتى اخذ السلاح بعضهم لبعض فقال لهم علي رضي الله عنه اتقتلون مائتين في اربعة ولكن ساقضي بينكم بقضاء ان رضيتموه للأول ربع الديتي وللثاني ثلث الديتي وللثالث نصف الديتي وللربيع الديتي فلم يرضوا بقضائه فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ساقضي بينكم بقضاء قال فاخبر بقضاء علي رضي الله عنه فاجازه حنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيانا عن حبيب عن ابي وإل عن ابي الهياج قال قال لي علي وقال عبد الرحمن ان علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن زبيد عن سعدي بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطعة لبشر في معصية الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة وعن قتادة قال سمعت جري بن كولي بن يحدث عن علي رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عضب الاذن والقرن قال فسألت سعيد بن المسي بما العضب فقال النصف فما فوق ذلك حدثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة عن منصور عن سعدي بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا مع جنازة في بطيع الغرقدي فاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسا وجلسنا حوله ومعه مخسرة ينكت بها ثم رفع بصره فقال ما منكم من نفس منفوسة الا وقد كتب مقعدها من الجنة والنار الا قد كتبت شقية او سعيدة فقال القوم يا رسول الله افلا نمكث على كتابنا وندع العمل فمن كان من اهل السعادة فسيصير الى السعادة ومن كان من اهل الشقوة فسيصير الى الشقوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اعمل فكل ميسر اما من كان من اهل الشقوة فانه يسر لعمل الشقوة واما من كان من اهل السعادة فانه يسر لعمل السعادة ثم قرأ فاما من اعطى واتقى الى قوله فسنيسره للعسر حدثنا زياد بن عبد الله البكائي حدثنا منصور عن سعدي بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا مع جنازة في بقيع الغرقض فذكر معناه حدثنا عبد الله حدثنا ابو كري بن الهمداني حدثنا معاوية بن هشمين عن صفيان الثوري عن جابر عن سعدي بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشراء ويأمر به حدثنا عبد الله قال وحدثنا خلف بن هشمين البزار حدثنا ابو عوانة عن عبد الاعلى عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب على عينيه كلف يوم القيامة عقدا بين طرفي شعيرة حدثنا عبد الله حدثني ابو بحر عبد الواحد بن غياث البصري وحدثنا ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر وسفيان بن وكيع وحدثنا احمد بن محمد بن ايوب قالوا حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حصيء عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه انه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ابنته كانت عندي فامرت رجلا فسأله فقال منه الوضوء حثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم حنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن منصور عن هلال عن وهبي بن الاجدعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصلوا بعد العصر الا ان تصلوا والشمس مرتفعة حثنا عبد الله حدثنا زكريا بن يحيى رحمويه حدثنا محمد بن بكر وحدثنا اسماعيل ابو معمر وصريج بن يونس قال حدثنا الحسن بن يزيد الاصم قال ابو معمر مولى قريش قال اخبرني السدي وقال رحمويه في حديثه قال سمعت السدية عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال لما توفي ابو طالب اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان عمك الشيخ قد مات قال اذهب فواريه ولا تحدث من امره شيئا حتى تأتيني فواريته ثم اتيته فقال اذهب فاغتسل ولا تحدث شيئا حتى تأتيني فاغتسته ثم اتيته فدعالي بدعوات ما يسرني بهن حمر نعم وسودها وقال ابن بكر في حديثه قال السدي وكان علي رضي الله عنه اذا غسل ميتا اغتصل حدثنا عبد الله حدثنا عبد الاعلى بن حماد النارسي حدثنا ابو عوانة عن عبد الاعلى عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار قال حدثناه اسحاق ابن يوسف اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن عاصمين عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا لا تصل بعد العصر الا ان تصل والشمس مرتفعة قال سفيان فما ادري بمكة يعني او بغيرها حفناه واكيع حدثناه مسعر عن ابي عوان عن ابي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه ان اكيد ردومة اهدل النبي صلى الله عليه وسلم حلة او ثوب حرير قال فاعطانيه وقال شققه خمرا بين النسوة حثنا وكيع حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي عن عبد الله بن صبع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول لا تخضبن هذه من هذا فما ينتظر بي الاشقى قال يا امير المؤمنين فاخبرنا به نبير عترته قال اذا فهل الله تقتلون بي غير قاتل قال فاستخلف علينا قال لا ولكن اترككم الى ما ترككم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما تقول لربك اذا اتيته وقال وكيع مرة اذا لقيته قال اقول اللهم تركتني فيهم ما بدلاك ثم قبطتني اليك وانت فيهم فان شئت اصلحتهم وان شئت افسلتهم حثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن هاني ابن هاني عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه عمار فاستأذن فقال ائذن وله مرحبا بالطيب المطيب حدثنا عبد الله حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن عمر بن مرة عن ابي البختري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو اهيى والذي هو اهدى والذي هو اتقى حدثنا عبد الله حدثنا عثمان حدثنا جرير عن الاعمش عن عمر بن مرة عن ابي البختري عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه مثله حدثنا عبد الله حدثنا احمد بن محمد بن ايوب حدثنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن سعدي بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه انه قال اذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فظنوا به الذي هو اهدى والذي هو اتقى والذي هو اهيى حدثنا عبد الله حدثني ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن سعدي بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا مرثد والزبير بن العوام وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تأتوا لوضة خاخ كذا قال ابن ابي شيبة خاخ وقال ابن نمير في حديثه لوضة كذا وكذا وحدثناه عفان حدثنا خالد عن حسين مثله قال لوضة خاخ حدثنا وكيع حدثنا مسعر وصفيان عن ابي حصي عن عمير بن سعيد قال قال علي رضي الله عنه ما كنت لأقيم على رجل حدا فيمتت فاجدوه في نفسي منه إلا صاحب الخمر فلو مات وديته وزاد سفيان وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه حثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الخليل عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان فقال أليس قد استغفر ابراهيم لأبيه وهو مشرك قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى آخر الآيتين قال عبد الرحمن فأنزل الله وما كان استغفر ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه حثنا وكيع حدثنا الاعماش وعبد الرحمن عن سفيان عن الاعماش عن خيثمة عن سويدي بن غفالة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء وقال عبد الرحمن أسفاه الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم قال عبد الرحمن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق الساهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم قتلهم عند الله عز وجل يوم القيامة قال عبد الرحمن فإذا لقيتهم فاقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجعلون رزقكم قال شكركم أنكم تكذبون قال تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا حدثنا عبد الله حدثني إسحاق بن إسماعيل حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال أراه رفعه قال من كذب في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة حدثنا عبد الله حدثني إبراهيم بن الحسن المقرئ الباهيلي حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب في الرؤية متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا حسين حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تبلغوا لوضة خاخ كذا قال أبو عوانة فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطيب ابن أبي بلتعت إلى المشركين وذكر الحديث بطوله حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرئون من بعد وصية يوص بها أو دين وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات حسين عبد الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمشي عن عمري بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهيى والذي هو أهدى والذي هو أتقى حسنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية ابني كعب عن علي قال لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضالة قد مات فقال انطلق فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فانطلقت فواريته فأمرني فاغتسته ثم دعالي بدعوات ما أحب أن لي بهن ما عرضا من شيئا حثنا وكيع حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدري عن مسعودي بن الحكامي عن علي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا حثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا أبن مهدي عن سفيانا عن زبيد عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطعطى لمخلوق في معصية الله عز وجل حنا وكيع حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن سعدي بن المسيب قال قال علي قلت يا رسول الله ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش قال ومن هي قلت أبنة حمزة قال أما علمت أنها أبنة أخي من الرضاعة إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الناس به حدثنا وكيع عن سفيانا عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ولكن هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما حدثنا وكيع وعثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد قال وكيع قال سمعت عبد الله بن حني وقال عثمان عن عبد الله بن حني سمعت علي رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن المعصفر والتختم بالذهب حان عبد الله حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمشو عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قلت يا رسول الله ما لي أراك تنوق في قريش وتدعنا قال عندك شيء قلت أبنة حمزة قال هي ابنة أخي من الرضاعة حدثنا وكيع حدثنا سيف بن سليمان المكي عن مجاهد عن أبن أبي ليلى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انحر البدن أمرني أن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها حدثنا وكيع قال زاد سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أعطي الجازر منها على جزارتها شيئا حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحواصي عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الميثرة وعن القصي وعن الجعة حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله ورفع المئزرة قيل لأبي بكر ما رفع المئزرة قال اعتزل النساء حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وشعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان حدثنا عبد الله حدثني يوسف الصفار مولى بن أمية وصفيان بن وكيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد المئزرة وأيقظ نساءه قال ابن وكيع رفع المئزرة حدثنا عبد الله حدثني محمد بن بكر مولى بن هاشمين حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح عن أبي إسحاق الهمداني عن هبيرة بن يريم عن علي بن أبي طالب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن فصاعدا حدثنا وكيع عن سفيانا عن أبي هاشمي بن كثير عن قيس الخارفي عن علي رضي الله عنه قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل أبو بكر وصل أبو بكر وثلث عمرو ثم خبطتنا فتنة فهو ما شاء الله حثنا وكيع حدثنا سفيان عن عثمان الثقافي عن سالم بن أبي الجعدي عن علي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزي حمارا على فرس حنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة وخير نسائها مريم بنت عمران وكيع حدثنا الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أراه قال ببقيع الغرقد قال فناكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قال قلنا يا رسول الله أفلا نتكل قال لا أعمل وفكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى إلى قوله فسنيسره للعسرة حسنا عبد الله حدثني السويد بن سعيد أخبرني عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فإن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يؤمن بالله وأن الله بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يحيى بن عباد حدثنا شعبة أخبران أبو إسحاق عنه بيرة عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القصي وعن الميثرة حدثنا عبد الله حدثني أبو موسى محمد بن المثن حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني أبو إسحاق عنه بيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه قال لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقض أهله في العشر الأواخر ويرفع المئزرة حدثنا عبد الله حدثني سريج بن يونس حدثنا سلم بن قوتيبة عن شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عنه بيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقض أهله في العشر حدثنا عبد الله حدثني علي بن حكيمين الأودي حدثنا شريك عن أبي إسحاق عنه بيرة بن يريم مقال كنا مع علي فدع ابنا له يقال له عثمان له ذؤابة حثنا وكيع عن أبن أبي ليلى عن ألمن هلي بن عمر وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبي يسمر مع علي فكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقيل له لو سألته فسأله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد يوم خيبر فقلت يا رسول الله إني رمد فتفل في عيني وقال اللهم أذهب عنه الحر والبرد فما وجدت حرا ولا بردا بعد قال وقال لا أبعثنا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ليس بفرار قال فتشرف لها الناس قال فبعث علي رضي الله عنه حفنا عبد الله حدثني أبو السري هناد بن السري حدثنا شريك وحدثنا علي بن حاكمين الأودي أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عنه بيرة عن علي رضي الله عنه قال علي بن حاكمين في حديثه أما تغارون أن يخرج نسائكم وقال هناد في حديثه ألا تستحيون أو تغارون فإنه بلغني أن نسائكم يخرجن في الأسواق يزاح من العلوجة حدنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكام قال سمعت القاصم بن مخيم رطي حدث عن شريحي بن هاني أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سأل عن ذلك علي رضي الله عنه فإنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال للمسافر ثلاثة أيامين وليليهن وللمقيم يوم وليلة قيل لمحمد كان يرفعه فقال إنه كان يرى أنه مرفوع ولكنه كان يهابه حثنا محمد بن أبي عادي عن أبن عوين عن الشعبي قال لعنى محمد صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومواكله وكاتبه وشهده والوشيمة والمتوشمة قال ابن عوين قلت إلا من داء قال نعم والحى والمحلال لهو مانع الصدقة وقال وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعنى فقلت من حدثك قال الحارث الأعور الهمداني حتنا عبد الله حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي ومحمد بن أبانا بن عمران الواسطي قال ثنا حمد بن سلمة وهذا لفظ محمد بن أبانا عن عطائي بن سائب عن زذان عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عديت شعري كما ترون حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبن عمير قال شريك قلت له عن من يا أبا عمير عن من حدثه قال عن نفعي بن جبير عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الهامة مشربا حمرة تنشثنا الكفين والقدمين ضخم اللحية طويل المسربة ضخم الكرديس يمشي في صباب يتكفأ في المشية لا قصير ولا طويل لم أرى قبله مثله ولا بعده صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو معاوية حدثنا أبن أبي ليلى عن عمري بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا حدثنا علي بن عاصمين أخبرنا عاصم بن كولي بن الجرمي عن أبي بردتابن أبي موسى قال كنت جالسا مع أبي فجاء علي فقام علينا فسلم ثم أمر أبا موسى بأمور من أمور الناس قال ثم قال علي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألها الهدى وأنت تعني بذلك هداية الطريق واسألها السدد وأنت تعني بذلك تسديدك الساهم ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو هذه السبابة والوسطى قال فكان قائما فما أدري في أيتهما قال ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عن الميثرة وعن القصية قلنا له له يا أمير المؤمنين وأي شيء الميثرة قال شيء يصنعه النساء لبعولتهن على رحالهن قال قلنا وما القصية قال ثياب تأتينا من قبل الشام مضلعة فيها أمثال الأطرج قال قال أبو بردة فلما رأيت السبانية عرفت أنها هي حدنا عبد الله حدثني وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن عطائي بن السائب عن ميسرة وزاذان قال شرب علي رضي الله عنه قائما ثم قال إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب جالسا حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان وعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عمر بن قيسين عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيامين وليالياهن وللمقيم يوما وليلة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أقع من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ولكن الحرب خدعة حدثنا عبد الله حدثني إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد بن سلمة عن عطائه بن السائب عن زذان أن علي بن أبي طالب شرب قائما فنظر الناس فأنكروا ذلك عليه فقال علي رضي الله عنه ما تنظرون إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وإن أشرب قاعدا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا حدثنا عبد الله حدثني أبو حفص عمرو بن علي حدثنا أبو داود أخبرني ورقاءه عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحتاج ما وأعطى الحجام أجره حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمت حدثنا هاشم بن القاسم قال أبو عبد الرحمني وحدثني عبد الله بن أبي زياد حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاءه عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال احتاج ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن عثمان عن زذان عن علي رضي الله عنه قال سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين مات لها في الجهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في النار قال فلما رأى الكراهية في وجهها قال لو رأيت مكانهما لا أبغطهما قالت يا رسول الله فولد منك قال في الجنة قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيماء الحقنة بهم ذرياتهم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزاري عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا يوم الخندق على فرضة من فرض الخندق فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله بطونهم وبيوتهم نارا حدثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة بن قدامة عن خالد بن علقم حدثنا عبد خير قال جلس علي بعدما صلى الفجر في الرحبة ثم قال لغلامه أأتني بطاهور فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست قال عبد خير ونحن جلوس ننظر إليه فأخذ بيمينه الإناء فأكفأه على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه فعله ثلاث مرار قال عبد خير كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق المرفق ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات ثم أدخل يده اليمنى فغرف بكفه فشربا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره حتى عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرجي عن عبيدة السلمانية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب اللهم أملأ بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس حتى إسماعيل بن إبراهيم أنبأني أيوب عن مجاهد قال قال علي رضي الله عنه جعت مرة بالمدينة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بالله فأتيتها فقطعتها كل ذنوب على التمرت فمددت ستة عشر ذنوبا حتى ما جلت يدايا ثم أتيت الماء فأصبت منه ثم أتيتها فقلت بكفي هكذا بين يديها وبسط إسماعيل يديه وجمعهما فعدت لي ستة عشر تمرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وحدثنا عبد الله قال وحدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن أبي جناب عن أبي جميلة الطهوي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول احتاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للحجام حين فرغ كم خراجك قال صاعاني فوضع عنه صاعا وأمرني فأعطيته صاعا حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا عبد الله قال وحدثني أبو خيثمت حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فجرت فأمرني أن أقيم عليها الحد فوجدتها لم تجف من دامها فأتيته فذكرت له فقال إذا جفت من دامها فأقيم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وهذا لفظ حديث إسحاق بن إسماعيل حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة والعباس بن الوليد قال حدثنا أبو الأحواصي عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة له فجرت فذكر الحديث حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم أنه قال شهدت علي وعثمان رضي الله عنهما بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه أهل به ما فقال لبيك بعمرة وحج معا فقال عثمان رضي الله عنه تراني أنهى الناس عنه وأنت تفعله قال لم أكن أدعو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس حدثنا عبد الله حدثني أبي وإسحاق بن إسماعيل قال حدثنا أبن فضيل عن عطائي بن السائب وحدثنا عبد الله قال وحدثني سفيان بن وكي عن حدثنا عمران بن عيينة جميعا عن عطائي بن السائب عن ميسرة رأيت علي رضي الله عنه شرب قائما فقلت تشرب وأنت قائم قالا إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وإن أشرب قاعدا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكام قال سمعت ابن ابي ليلة حدثنا علي ان فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من اثر الرحى في يدها وات النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة رضي الله عنها فاخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته عائشة بمجيء فاطمة رضي الله عنها اليها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدر فقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر ألا أربعا وثلاثين وتسبحاه ثلاثا وثلاثين وتحمداه ثلاثا وثلاثين فهو خير لكم من خادمين حدثنا عبد الله حدثني محمد بن بكار مولى بن هاشمين وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه وقال أبو الربيع في حديثه عن ميسرة أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة له سوداء زنت لأجلدها الحد قال فوجدتها في دمائها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال لي إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين وقال أبو الربيع في حديثه قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقالا إذا جفت من دمائها فحدها ثم قال أقيموا الحدود حسنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده أن علي رضي الله عنه كان يسير حتى إذا غربت الشمس وأظلم نزل فصل المغرب ثم صل العشاء على أثرها ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرنا الحكام قال سمعت ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثهم أن فاطمة رضي الله عنها شكت إلى أبيها ما تلقى من يديها من الرحف ذكر معنى حديث محمد بن جعفر عن شعبة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمر بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائية قال أخبرني من سمع علي رضي الله عنه يقول لما بعثني رسول الله صلى الله الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت تبعثني وأنا رجل حديث السن وليس لي علم بكثير من القضاء قال فضرب صدري رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فإن لها عز وجل سيثبت لسانك ويهدي قلبك قال فما أعياني قضاء بين اثنين حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمر بن مرة عن سعيدي بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعصفانا فكان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة والعمرة فقال علي رضي الله عنه ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنها فقال عثمان رضي الله عنه دعنا منك حانا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أخبرنا شعبة وعن سعدي بن إبراهيم قال سمعت عبد الله بن شداد يقول قال علي رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعدي بن مالك فإن يوم أحد جعل يقول أم في ذاك أبي وأمي حدنا عبد الله حدثني أبي وعبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن بشار بن دار قال حدثنا معاذ بن هشامين قال حدثني أبي وحدثنا عبد الله قال وحدثني أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد ومعاذ عن هشامين عن قتادة عن أبي حربي بن أبي الأسود عن أبي الأسود وقال أبو خيثمتا في حديثه ابن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجرية يغسل قال قتادة وهذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم الطعام غسل جميعا قال عبد الله ولم يذكر أبو خيثمتا في حديثه قول قتادة حان عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حربي بن أبي الأسود الدلي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجرية قال قتادة وهذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أبي حسان الأعرجي عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون حانا حجاج حدثني شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أبا حسان يحدث عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو بطونهم نارا شك في البيوت والبطون فأما القبور فليس فيه شك حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال من كل الليل أوطج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وطره إلى آخره حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عنه بيرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقض أهله في العشر الأواخر من رمضان حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عنه بيرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة من حرير فكسنيها قال علي رضي الله عنه فخرجت فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست أرض لا كما أكره لنفسي قال فأمرني فشققتها بين نسائي خمرا بين فاطمة وعمته حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبيد بن حساب حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عتيبة وهو الضرير عن بريد بن أصرم قال سمعت علي رضي الله عنه يقول مات رجل من أهل الصفة فقيل يا رسول الله ترك دينارا ودرهما فقال كيتني صلوا على صاحبكم حدثنا عبد الله قال وحدثني أبو خيثمت حدثنا حبان بن هلال حدثنا جعفر فذكر مثله نحوه حدثنا حجاج حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت جري بن كليب يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عضب القرن والأذن قال قتادة فسألت سعيد بن المسيب قال قلت ما عضب الأذن فقال إذا كان النصف أو أكثر من ذلك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن جري بن كليب أنه سمع علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال نعم العضب النصف أو أكثر من ذلك حنى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عنه بيرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عن الميثرة والقسي وخاتم الذهب حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عنهاني بن هانئن عن علي رضي الله عنه أن عمارا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الطيب المطيب إئذن له حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت حريثة بن مضرب يحدث عن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح وما كان منا فارس يوم بدر غير المقدادي بن الأسود حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن سميع حدثني مالك بن عمير قال قال جاء زيد بن صوحان إلى علي رضي الله عنه فقال حدثني من هك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهاني عن الحنتم والدباء والنقير الجعة وعن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والقسي والميثرة الحمراء قال وأهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فكسنيها فخرجت فيها فأخذها فأعطاها فطمت أو عمته إسماعيل يقول ذلك حدثناه يونس حدثنا عبد الواحد فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال جاء صع ساعة بن صوحان إلى علي رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن بكار حدثنا حبان بن علي عن ضراري بن مرة عن حسين المزني قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الصلاة إلا الحدث لا أستحيكم مما لا يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والحدث أن يفسوا أو يضرط حان عبد الله حدثني قطن بن نسير أبو عباد الظارع حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عتيبة الضرير حدثنا بريد بن أسرم قال سمعت علي رضي الله عنه يقول مات رجل من أهل الصفة وترك دينارا ودرهما فقيل يا رسول الله ترك دينارا ودرهما فقال كيتني صلوا على صاحبكم حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سعيد بن سلمة يعني ابن أبي الحسام حدثنا مسلم بن أبي مريم عن رجل من الأنصار عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا مشى في خراف الجنة فإذا جلس عنده استنقاع في الرحمة فإذا خرج من عنده وكل به سبعون ألف ملك يستغفرون له ذلك اليوم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أنبأنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود بن الحكم قال سمعت علي رضي الله عنه قال حجاج قال حدثنا علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاما في جنازة فقمنا ورأيته قعد فقعدنا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عاصمي بن كليب قال سمعت أبا بردة قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد واذكر بالهدى هدايتك الطريقة واذكر بالسداد تسديدك الساهم قال ونهى أو نهاني عن القصي والميثرة وعن الخاتم في السبابة أو الوسطى حنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن أبي عوين قال سمعت أبا صالح قال قال علي ذكرت ابنة حمزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إنها أبنة أخي من الرضاعة حدنا عبد الله حدثني أبو داود المباركي سليمان بن محمد حدثنا أبو شيهاب عن شعبة عن الحكم عن أبي المورع عن علي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال من يأتي المدينة فلا يدع قبرا إلا سواه ولا صورة إلا طلقها ولا وثنا إلا كسره قال فقام رجل فقال أنا ثم هاب أهل المدينة فجلس قال علي رضي الله عنه فانطلقت ثم جئت فقلت يا رسول الله لم أدع بالمدينة قبرا إلا سويته ولا صورة إلا طلقتها ولا وثنا إلا كسرته قال فقال من عاد فصنع شيئا من ذلك فقط كفر بما أنزل الله على محمد علي لا تكون النافتانا أو قال مختالا ولا تاجرا إلا تاجر الخير فإن أولئك هم المسوفون في العمل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عو عن أبي صالح قال سمعت علي رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الغضب في وجهه فقال إني لم أعطكها لتلبسها قال فأمرني فأطرتها بين نسائي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا جنوب ولا كلب حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن أن الزالي بن سبرة أنه شهد علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس فلما حضرت العصر أتي بتور فأخذ حفنة ماء فمسح يديه وذرعيه ووجهه ورأسه ورجليه ثم شرب فضله وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت وهذا وضوء من لم يحدث حدثنا عفان حدثنا شعبة أنباءنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال سمعت علي رضي الله عنه فذكر معناه إلا أنه قال أتي بكوز حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن أبي محمد عن علي رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأمره أن يسوي القبور حدثنا عبد الله حدثني شيبان أبو محمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة أنباءنا حجاج بن أرطاة عن الحكم ابني عتيبة عن أبي محمد الهوذلي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من الأنصار أن يسوي كل قبر وأن يلطخ كل صنمين فقالا يا رسول الله إني أكره أن أدخل بيوت قومي قال فأرسلني فلما جئت قالا يا علي لا تكون النفتانا ولا مختالا ولا تاجرا إلا تاجر خير فإن أولئك مسوفون أو مسبوقون في العمل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن رجل من أهل البصرة قال وأهل البصرة يكنونه أبا مورع قال وكان أهل الكوفة يكنونه بأبي محمد قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فذكر نحو حديث أبي داود عن أبي شهاب حدثنا محمد بن جعفر قال حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت مالك بن عرفتة قال سمعت عبد خير قال رأيت علي رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوز قال حجاج بتور من ماء قال فغسل يديه ثلاثا ومضمض ثلاثا مع الاستنشاق بماء واحد وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذرعيه ثلاثا قال حجاج ثلاثا ثلاثا بيد واحدة ووضع يديه في التوري ثم مسح رأسه قال حجاج فأشار بيديه من مقدم رأسه إلى مؤخر رأسه قال ولا أدري أردها إلى مقدم رأسه أم لا وغسل رجليه ثلاثا قال حجاج ثلاثا ثلاثا ثم قال من أراد أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال شهدت علي رضي الله عنه حيث قتال أهل النهروان قال التمسوا إلي المخداج فطلبوه في القتل فقالوا ليس نجده فقال ارجعوا فاتمسوا فواللهما كذبت ولا كذبت فرجعوا فطلبوه فردد ذلك مرارا كل ذلك يحلف باللهما كذبت ولا كذبت فانطلقوا فوجدوه تحت القتل في طيء فاستخرجوه فجيء به فقال أبو الوضيء فكأني أنظروا إليه حبشي عليه ثدي قد طبق إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعارات مثل شعارات تكون على ذنب اليربوع حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم الطيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا ينكت في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل قال أعمل فكل ميسر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما من باخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر قال شعبة وحدثني به منصور بن المعتمري فلم أنكر من حديث سليمان شيئا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سليمان يحدث عن المنذر الثوري عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة رضي الله عنها فأمرت المقداد بن الأسود فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء حثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة فقال له علي ملاك ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الطفل حتى يحتلم وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل فأدرأ عنها عمر رضي الله عنه حانا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن عبد الله هدى ناجي عن حضي قال شهد على الولد بن عقبة عند عثمان أنه شرب الخمر فكلم علي عثمان فيه فقال دونك أبن عمك فاجلده فقال قم يا حسن فقال ملاك ولهذا ولهذا غيرك فقال بل عجزت وهنت وضعفتكم يا عبد الله بن جعفر فجلده وعد علي رضي الله عنه فلما كمل أربعين قال حسبك أو أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة حسن محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الشعبي أن شراحة الهمدانية أتت علي رضي الله عنه فقالت إني زنيت فقال لعلك غير لعلك رأيت في منامك لعلك أستكرهت فكل تقول لف جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم حسن محمد بن جعفر حدثنا معمر أنباءنا الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق ثلاثة أيامين حسن عبد الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب وصفيان بن واكيعي بن الجراح قال حدثنا جرير عن منصور عن ألمنهلي بن عمر وعن عيمي بن ديجاجة الأسادي قال كنت عند علي رضي الله عنه فدخل عليه أبو مسعود فقال له يا فروخ أنت القائل لا يأتي على الناس مئة سنة وعلى الأرض عين تطرف أخطت استك الحفرة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس مئة سنة وعلى الأرض عين تطرف ممن هو اليوم حي وإنما رخاء هذه وفرجها بعد المئة حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد حدثنا جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال شهدت علي رضي الله عنه حين قتال أهل النهروان قال التمس المخدجة في القتل قالوا لم نجده قال أطلبوه فوالله ما كذبت ولا كذبت حتى استخرجوه من تحت القتل قال أبو الوضيء فكأني أنظر إليه حبشي إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعرات مثل ذنب اليربوع حدثنا عبد الله حدثني حجاج بن يوسف الشاعر حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن أبي صالح أن أبا الوضيء عبادا حدثه أنه قال كنا عامدين إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما بلغنا مسيرة ليلتين أو ثلاث من حرور أشفى منا ناس كثير فذكرنا ذلك لعلي رضي الله عنه فقال لا يهولنكم أمرهم فإنهم سيرجعون فذكر الحديث بطوله قال فحمد الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال إن خليلي أخبرني أن قائد هؤلاء رجل مخدج اليد على حلمة فديه شعرات كأنهن ذنب اليربوع فاتمسوه فلم يجدوه فأتيناه فقلنا إن لم نجده فقال فاتمسوه فوالله ما كذبت ولا كذبت ثلاثا فقلنا فقلنا لم نجده فجاء علي بنفسه فجعل يقول أقلب ذا أقلب ذا حتى جاء رجل من الكوفة فقال ذا قال علي رضي الله عنه الله أكبر لا يأتيكم أحد يخبركم من أبوه فجعل الناس يقولون هذا ملك هذا ملك يقول علي رضي الله عنه ابن من هو حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا سلمة بن كهيل عن الشعبي أن علي رضي الله عنه قال لشراحة لعلك أستقرهت لعل زوجك أتاك لعلك لعلك قالت لا قالا فلما وضعت ما في بطنها جلدها ثم رجمها فقيل له جلدتها ثم رجمتها قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حنا يزيد أنبأنا شعبة عن سلمة ابن كهيل عن حبة العراني قال سمعت علي رضي الله عنه يقول أنا أول رجل صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حفن عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قالا ثم شهدته مع علي فصل قبل أن يخطب بلا أذاء ولا إقامة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تأكلوا نسكاكم بعد ثلاث ليال فلا تأكلوها بعد حفن محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهبي بن الأجدعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة حفن عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر حفن عبد الرزاق أنبأنا ابن عوينة عن محمد بن سوقة عن منذر الثوري عن محمد بن علي قال جاء إلى علي رضي الله عنه ناس من الناس فشكوا سععة عثمان قال فقال لي أبي اذهب بهذا الكتاب إلى عثمان فقول له إن الناس قد شكوا سععتك وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة فامرهم فليأخذوا به قال فأتيت عثمان فذكرت ذلك له قال فلو كان ذاكرا عثمان بشيء لذكره يومئذ يعني بسوء حدثنا عبد الله حدثني حجاج بن الشاعر حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن صالح أن أبا الوضي عبادا حدثه أنه قال كنا عامدين إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكر حديث المخداج قال علي فوالله ما كذبت ولا كذبت ثلاثا فقال علي أما إن خليلي أخبرني ثلاثة أخوة من الجن هذا أكبرهم والثاني له جمع كثير والثالث فيه ضعف حدثنا عبد الله حدثنا زكريا بن يحيى رحمويه حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال صلينا الغدات فجلسنا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فدع بوضوء فغسل يديه ثلاثا ومضمض مرتين من كف واحد ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذرعيه ثم غسل قدميه ثلاثا ثم قال هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم فاعلموا حان عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتينا عليا رضي الله عنه وقد صلف دعا بكوز ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا تمضمض من الكف الذي يأخذ وغسل وجهه ثلاثا ويده اليمن ثلاثا ويده الشمال ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا أدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن أبي معمر قال كنا مع علي رضي الله عنه فمر به جنازة فقام لها ناس فقال علي رضي الله عنه من أفتاكم هذا فقال أبو موسى قالا إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فكان يتشبه بأهل الكتاب فلما نهي انتهى حثنا عبد الرزاق أنبأني ابن جريج حدثني ابن شيهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال علي أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغنم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخر فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليه ما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بن قنقاع لأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطالب يشرب في ذلك البيت فثار إليه ما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ أخذ من أكبادهما قلت لابن شيهاب ومن السنام قال جب أسنمتهما فذهب بها قال فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حريثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلق معه فدخل على حمزة فتغيض عليه فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لأبي فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر حثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحواصي عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة قال قال ناس من أصحاب علي لعلي رضي الله عنه ألا تحدثنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار واستطوع فقال علي رضي الله عنه إنكم والله لا تطيقونها فقالوا له أخبرنا بها نأخذ منها ما أطقنا فذكر الحديث بطوله حدثنا عبد الله حدثنا أبو كامل الجحضري فضيل بن الحسين إملاء علي من كتابه حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقالا كان يصلي ست عشرة ركعة قال يصلي إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها كهيئتها منها هنا كصلاة العصر ركعتين وكان يصلي إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا كصلاة الظهر أربع ركعات وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر ركعتين وقبل العصر أربع ركعات حسنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن الحسن وعبد الله أبني محمد بن علي عن أبي همام محمد بن علي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعة النساء فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية حدثنا عبد الرزاق عن سفيانا عن أبي إسحاق عن أبي حيتا بن قيسين عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه ثم شرب فضل وضوءه ثم قال من سره أن ينظر إلى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا حسنا عبد الرزاق أنبأنا سفيانا عن شيخ لهم يقال له سالم عن عبد الله بن مليل قال سمعت علي رضي الله عنه يقول أعطي كل نبي سبعة نجباء من أمته وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر نجيبا من أمته منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حسنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن علي بن زيد عن الحسن عن قيس بن عباد قال كنا مع علي رضي الله عنه فكان إذا شهد مشهدا أو أشرف على أكمة أو هبط واديا قال سبحان الله صدق الله ورسوله فقلت لرجل من بني يشكر انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن قوله صدق الله ورسوله قال فانطلقنا إليه فقلنا يا أمير المؤمنين رأيناك إذا شهدت مشهدا أو هبطت واديا أو أشرفت على أكمة قلت صدق الله ورسوله فهل عهد رسول الله إليك شيئا في ذلك قال فأعرض عنا وألححنا عليه فلما رأى ذلك قال والله ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا إلا شيئا عهده إلى الناس ولكن الناس وقعوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه فقتلوه فكان غير فيه أسوأ حالا وفعلا مني ثم إني رأيت أني أحقهم به هذا الأمر فوثبت عليه فالله أعلم أصبنا أم أخطأنا حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل وأبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق حق قال عبد الله وحدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا علي رضي الله عنه عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار قال 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 علي تلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقال لمن يداوم عليها حدثنا وكيع قال وقال أبي قال حبيب بن أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملأ مسجدك هذا ذهبا حثنا سفيان عن أبن أبي نجيح عن مجاهد عن أبن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بجلودها وجلالها حثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرنا مجالد عن عامر قال حملت شراحة وكان زوجها غائبا فانطلق بها مولاها إلى علي فقال لها علي رضي الله عنه لعل زوجك جاءك أو لعل أحدا استكرهاك على نفسك قالت لا وأقرت بالزنا فجلدها علي رضي الله عنه يوم الخميس أنا شاهده ورجمها يوم الجمعة وأنا شاهده فأمر بها فحفر لها إلى السرة ثم قال إن الرجم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت نزلت آية الرجم فهلك من كان يقرأها وآيا من القرآن باليمامة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاض إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع ما يقول الآخر ترى كيف تقضي قال فما زلت بعد قاضيا حانا محمد بن بشر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عباد حدثنا عبد الله بن معاذ يعني الصنعانية عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمدله في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة سوء فليتق الله وليصل رحمه حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمت حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وطر يحب الوطر فأوتيروا يا أهل القرآن حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثني يزيد بن زرعي عن حدثني شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال من كل الليل قد أوتج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وطره إلى آخر الليل حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري يحيى بن آدم حدثنا زهير حدثنا الحسن بن الحر حدثنا الحكم بن عتيبة عن رجل يدعى حنشا عن علي رضي الله عنه قال كسفت الشمس فصل علي رضي الله عنه للناس فقرأ يس أو نحوها ثم ركع نحوا من قدر سورة ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر ثم ركع قدر قراءته أيضا ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام أيضا قدر السورة ثم ركع قدر ذلك أيضا حتى صل أربع ركعات ثم قال سمع الله لمن حمده ثم سجد ثم قام في الركعة الثانية ففعلك فعله في الركعة الأولى ثم جلس يدعو ويرغب حتى إن كشفت الشمس ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعله حثنا عبد الله حدثني أبو خيثمت حدثنا جريل ومحمد بن فضيل عن مطرف عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة إلا صلى بعدها ركعتين حثنا عبد الله حدثني أبو خيثمت حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره ثم ثبت له الوتر في آخره حثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن عطائه بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال سمعت علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم أغفر له اللهم ارحمه وإن جلس ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم أغفر له اللهم ارحمه حثنا عبد الله حدثنا علي بن حكيمين الأودي أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحطمين ولكنه سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا يزيد أنبأنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ما لهم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس حثنا يزيد أنبأنا زكريا عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوص بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يريث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه حثنا يزيد أنبأنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن أن الزالي بن سبرة قال أتي علي بإناء من ماء فشرب وهو قائم ثم قال إنه بلغني أن أقوى من يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قائم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعت ثم أخذ منه فتمسح ثم قال هذا وضوء من لم يحدث حثنا يزيد أنبأنا هشام عن محمد عن عبيدة قال قال علي لأهل النهرواني منهم رجل مثدون اليد أو مودن اليد أو مخداج اليد لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما قضى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم قال عبيدة فقلت لعلي رضي الله عنه أنت سمعته قال نعم ورب الكعبة يحلف عليها ثلاثا حدثنا عبد الله حدثني إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وطر يحب الوطر فأوتيروا يا أهل القرآن حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة السلولي عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير ومحمد بن فضيل بن غزوان عن مطرف عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة يصلى بعدها إلا صلى بعدها ركعتين حدثنا عبد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوترة فأوتيروا يا أهل القرآن حدثنا يزيد أنباءنا العوام عن عمري بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أتنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى وضع قدمه بيني وبين فاطمة فعلمنا ما نقول إذا أخذنا مضاجعنا ثلاثا وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدة وأربعا وثلاثين تكبيرة قال علي فما تركتها بعد فقال له رجل ولا ليلة صفينا قال ولا ليلة صفينا حنا يزيد بن هارون أنباءنا سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله الدناجي عن حضيني بن المنذري بن الحارثي بن وعلة أن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح أربعا ثم اتفت إليهم فقال أزيدكم فرفع ذلك إلى عثمان فأمر به أن يجلد فقال علي للحسن بن علي قم يا حسن فجلده قال وفيما أنت وذاك فقال علي بل عجزت وهنت قم يا عبد الله بن جعفر فجلده فقام عبد الله بن جعفر فجلده وعلي يعد فلما بلغ أربعين قال له أمسك ثم قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين وضرب أبو بكر أربعين وعمر صدرا من خلافته ثم أتمها عمر ثمانين وكل سنة حثنا يزيد أنباءنا سفيان بن سعيد عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم نفست من الزنا فأرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لأقيم عليها الحد فوجدتها في الدم لم يجف عنها فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لي إذا جف الدم عنها فجلدها الحد ثم قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم حثنا عبد الله حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال إن الوتر ليس بحطمين ولكنه سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتروا يا أهل القرآن حثنا عبد الله حدثني العباس بن الوليد النرسي حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم عافوت لكم عن الخيل والرقيق فأدوى صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم حدثنا عبد الله حدثني العباس بن الوليد حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سئل علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي من الليل ست عشرة ركعة حدثنا يزيد أنباءنا إسرائيل بن يونس عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهدى كسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقابل منه وأهدى قيصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقابل منه وأهدى الملوك فقابل منهم حدثنا يزيد أنباءنا حمد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربعة بن النابغة عن أبيه عن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل ما أسكر ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدلاكم حدثناه عفان حدثنا حمد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن ربعة بن النابغة عن أبيه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور فذكر معناه إلا أنه قال وإياكم وكل مسكر حنا يزيد أنبأنا شريك عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته فأمرت المقداد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد المذي فقال ذلك ماء الفحل ولكل فحل ماء فليغسل ذكره وأنثيه وليتوضأ وضوءه للصلاة حتى يزيد أنبأنا أشعث بن سوار عن ابني أشوع عن حنشي بن المعتمري أن علي رضي الله عنه بعث صاحب شرطته فقال أبعث كلمة بعثني له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا إلا سويته ولا تمثالا إلا وضعته حسنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن محمد بن سالمين عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء ففيه العشر وما سقي بالغرب والدالية ففيه النصف العشر قال أبو عبد الرحمن فحدثت أبي بحديث عثمان عن جرير فأنكره وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بن سالمين لضعفه عنده وإنكاره لحديثه حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الرحمن بن عمر حدثنا عبد الرحيم يعني الرزية عن العلاء بن المسيب عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليج ست عشرة ركعة سوى المكتوبة حدثنا عبد الله حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر أخبرنا عبد الرحيم الرزي عن زكريا بن أبي زائدة والعلاء بن المسيب عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلنا يا أمير المؤمنين هل تحدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعه فقال وأيكم يطيقه قالوا نأخذوا منهما أطقنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من النهار ست عشرة ركعة سوى المكتوبة حدثنا يزيد أنباء أنا سوفيان وشريك عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فأدوا ربع العشور حدثنا يزيد أنباءنا إسرائيل بن يونس حدثنا أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أني أحب لا كما أحب لنفسي وأكره لا كما أكره لنفسي لا تقرأ وأنت راكع ولا وأنت ساجد ولا تصلي وأنت عقص شعرك فإنه كفل الشيطان ولا تقع بين السجدتين ولا تعبث بالحصى ولا تفترش ذراعيك ولا تفتح على الإمام ولا تتختم بالذهب ولا تلبس القاسية ولا تركب على المياثر حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عمري بن قيسين عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني إن قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فسألته فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيامين ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن شتير بن شكل العبسي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول لما كان يوم الأحزاب صلينا العصر بين المغرب والعشاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا حتنا عبد الله حدثنا شيبان أبو محمد حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا الحسن بن ذكوانا عن عمر بن خالد عن حبيبي بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فلم يدخل علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تدخل قال إن لن ندخل بيتا فيه سورة ولا بول وحدثنا عبد الله قال وحدثناه شيبان مرة أخر حدثنا عبد الوارث عن حسين بن ذكوانا عن عمر بن خالد عن حبتا بن أبي حبتا عن عاصم بن ضمرة ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أتاني جبريل عليه السلام يسلم علي فذكر الحديث مثله نحوه قال أبو عبد الرحمن وكان أبي لا يحدث عن عمر بن خالد يعني كان حديثه لا يسوى عنده شيئا حسين عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثني يزيد أبو خالد البيسري القرشي حدثني أبن جريج أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت حثن أسود بن عامر وحسين وأبو أحمد الزبيري قالوا حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عنه بيرتا بن يريم عن علي رضي الله عنه قال قلت لفاطمة لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته خادما فقد أجهدك الطحن والعمل قال حسين إنه قد جهدك الطحن والعمل وكذلك قال أبو أحمد قالت فانطلق معي قال فانطلقت معها فسألناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على ما هو خير لكما من ذلك إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ألها وثلاثا وثلاثين واحمداه ثلاثا وثلاثين وكبراه أربعا وثلاثين فتلك مئة على اللسان وألف وألف في الميزان فقال علي رضي الله عنه ما تركتها بعدما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ولا ليلة صفينا قال ولا ليلة صفينا حثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن عطائه بن السائب قال دخلت على أبي عبد الرحمن السلمي وقد صلى الفجر وهو جالس في المجلس فقلت لو قمت إلى فراشك كان أوطأ لك فقال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم أغفر له اللهم ارحمه ومن ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم أغفر له اللهم ارحمه حثنا عبد الله حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر حدثنا المحاربي عن فضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى حين كانت الشمس من المشرق من مكانها من المغرب صلاة العصر حثنا عبد الله حدثني محمد بن يحيى بن أبي سمينة حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسن بن ذكوانة عن حبيبي بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل مزالة عن ظهر غنى أستكثر بيها من رضف جهنم قال ما ظهر غنى قال عشاء ليلة حثنا عبد الله حدثني محمد بن يحيى عن عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسن بن ذكوانة عن حبيبي بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبوع وكل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر الباغي وعن عسب الفحل وعن المياثير الأرجواني حدثنا أبو نعيمين حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن طارق بن زياد قال سار علي إلى النهرواني فقتل الخوارج فقال أطلبوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيجيء قوم يتكلمون بكلمة الحق لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الإسلام كما يمرق الساهم من الرمية سيماهم أوي فيهم رجل أسود مخدج اليد في يده شعرات سود إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير الناس قال ثم إن وجدنا المخدج قال فخررنا سجودا وخر علي ساجدا معنا حدثنا أبو نعيمين حدثنا شريك عن الأسود بن قيسين عن عمري بن سفيان قال خطب رجل يوم البصرة حين ظهر علي رضي الله عنه فقال علي هذا الخطب الشحشح سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمره ثم خبطتنا فتنة بعدهم يصنع الله فيها ما شاء حدثنا أبو نعيمين حدثنا مسعر عن أبي عوين عن أبي صالح الحنفي عن علي قال قيل لي علي ولي أبي بكر يوم بدر مع أحد كما جبريل ومع الآخر ميكايل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو قال يشهد الصفة حثنا أبو نعيمين حدثنا مسعر عن أبي إسحاق عن عاصمين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا قبل ظهر حثنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن القاسم بن كثير أبي هاشمين بياع السابري عن قيس الخارفي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول على هذا المنبر سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر رضي الله عنه ثلث عمره ثم خبطتنا فتنة أو أصبتنا فتنة فكان ما شاء الله حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن عبدويه أبو محمد مولى بن هاشمين حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال من كل الليل قد أوتج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى آخر الليل حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا سعيد بن خثيمين أبو معمر الهلالي حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من التطوع ثمانية ركعات وبالنهار ثنتي عشرة ركعة حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن صندل والسويد بن سعيد جميعا في سنة ست وعشرين ومائتين قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي قال قال علي رضي الله عنه ألا إن الوتر ليس بحطمين كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوترى ثم قال أوتروا يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر وهذا لفظ حديث عبد الله بن صندل ومعناهما واحد حدثنا أبو نعيمين حدثنا فتر عن كثير ابن نافع النواء قال سمعت عبد الله بن مليل قال سمعت علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن قبل نبي إلا قد أعطي سبعة رفقاء نجباء وزراء وإني أعطيت أربعة عشر حمزة وجعفر وعلي وحسن وحسين وأبو بكر وعمر والمقداد وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وسلمان وعمار وبلال حدثنا أبو نعيمين حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ ومسح على النعليني ثم قال لو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعت لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة قال قلت للحسني بن علي إن الشيعة يزعمون أن علي رضي الله عنه يرجع قال كذب أولئك الكذبون لو علمنا ذاك ما تزوج نسائه ولا قسمنا مراثه حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ولا صدقة فيهما حدثنا عبد الله حدثني عمرو بن محمد الناقد حدثنا عمرو بن عثمان الرقي حدثنا حفص أبو عمر عن كثير بن زذان عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوته عفوته عن الخيل والرقيق في الصدقة حدثنا عبد الله حدثنا أبو سلمين خليل بن سلمين حدثنا عبد الوارث عن الحسن بن ذكوانا عن عمرو بن خالد عن حبيبي بن أبي ثابت عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن جبريلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا إن لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب وكان الكلب للحسن في البيت حدثنا عبد الله حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا أبن علية عن يونس عن الحسن عن قيسي بن عباد قال قلت لعلي أرأيت مسيرك هذا عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته قال ما تريد إلى هذا قلت ديننا ديننا قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ولكن رأي رأيته حدثنا أبو أحمد حدثنا صفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه قالا كان للمغيرة ابن شعبة رمح فكنا إذا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة خرج به معه فيركزه فيمر الناس عليه فيحملونه فقلت لأن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبرنه فقال إنك إن فعدت لم ترفع ضالة حدثنا أبو أحمد حدثنا صفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية بن قيس قال توضأ علي رضي الله عنه ثلاثا ثلاثا ثم شرب فضل وضوئه ثم قال هكذا رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ حدثنا معاوية بن هشامين حدثنا صفيان عن سالم بن أبي حفصة قال بلغني عن عبد الله بن مليل فغدوت إليه فوجدتهم في جنازة فحدثني رجل عن عبد الله بن مليل قال سمعت علي رضي الله عنه يقول أعطي كل نبي سبعة نجباء وأعطي نبيكم أربعة عشر نجيبا منهم أبو بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير أنبأنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان قال وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء قال لا قلت ما المقابلة قال هي التي يقطع طرف أذنها قلت فالمدابرة قال التي يقطع مؤخر الأذن قلت ما الشرقاء قال التي يشق أذنها قلت فما الخرقاء قال التي تخرق أذناها السمة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث حدثنا يزيد أنباءنا الحجاج بن أرطاط عن الحكم عن القاسم بن مخيم رتا عن شريح بن هان قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سلعليا فهو أعلم بهذا مني هو كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عليا رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيامين وليليهن حدثنا عبد الله حدثني محمد بن بكار حدثنا حفص بن سليمان يعني أبا عمر القارئة عن كثير بن زذان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن فاستظهره وحافظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار حان عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا شريك عن أبي الحصناء عن الحكم عن حنش عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه بكبشين فأنا أحب أن أفعله وقال محمد بن عبيد المحاربي في حديثه ضحى عنه بكبشين واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عنه فقيل له فقالا إنه أمرني فلا أدعه أبدا حدثنا عبد الله حدثني محريز بن عوني بن أبي عون حدثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا فقالا إذا جاءك الخصمان فلا تقضي على أحدهما حتى تصمع من الآخر فإنه يبين لك القضاء حدثنا عبد الله حدثني أبو الربيع الزهراني وحدثنا علي بن حكيمين الأودي وحدثنا محمد بن جعفر الوركاني وحدثنا زكريا بن يحيى رحمويه وحدثنا عبد الله بن عامري بن زرارة الحضرامي وحدثنا داود بن عمر والضبي قالوا حدثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت تبعثني إلى قومين وأنا حدث السن ولا علم لي بالقضاء فوضع يده على صدر فقال ثبتك الله وسدادك إذا جاءك الخصمان فلا تقضي للأول حتى تصمع من الآخر فإنه أجدر أن يبين لك القضاء قال فما زلت قاضيا وهذا لفظ حديث داود بن عمر والضبي وبعضهم أتم كلاما كلاما من بعض حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن سليمان لوين وحدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن فذكر الحديث قال إن الله مثبت قلبك وهاد فؤادك فذكر الحديث قال لوين وحدثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا السكن بن إبراهيم حدثنا الأشعث بن سوار عن أبني أشوع عن حنش الكناني عن علي رضي الله عنه أنه بعث عامل شرطته فقال له أتدري على ما أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنحيت كل يعني صورة وأن أسوي كل قبر حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاض إذا تقاض إليك رجلاني فلا تقضي للأول حتى تسمع ما يقول الآخر فإنك سوف ترى كيف تقضي حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال رأيت علي رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط بن نصر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه ببراءة فقال يا نبي الله أني لست باللسين ولا بالخطيب قال ما بد أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أن تقال فإن كان ولا بد فسأذهب أنا قال فانطلق فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك قال ثم وضع يده على فمه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن جابر أن عاصم بن بهدلت قال سمعت زرا يحدث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم أحد شغلون عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم وبطونهم نارا حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن جابر قال سمعت الشعبية يحدث عن الحريث عن علي رضي الله عنه أنه قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مآكل الربا ومواكله وشهديه وكاتبه والوشيمة والمتوشمة والمحل والمحلال له ومانع الصدقة ونهى عن النوحي حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن جابر قال سمعت عبد الله بن نجي يحدث عن علي رضي الله عنه قال لكانت لي ساعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ينفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني بها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنوب قال فنظرت فإذا جر للحسن بن علي تحت السرير فأخرجته حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن جابر قال سمعت أبا بردة يحدث عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع الخاثما في الوسطى حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع علي رضي الله عنه يخطب ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من يكذب علي يلج النار حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا خالد بن الحريث حدثنا سعيد عن قتادة أنه سمع جريا بن كوليب يحدث أنه سمع علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عضب القرن والأذن عن عضب القرن والأذن حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمت حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جريا بن كوليب النهدي عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن حدثنا عبد الله حدثني إبراهيم بن الحجاج النجي حدثنا حماد بن سلمة عن هشامي بن عمر الفزاري عن عبد الرحمني بن الحارثي بن هشامين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وطره اللهم إني أعوذ برضاك من صختك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصفنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك حدثنا عبد الله حدثني نصر بن علي الأزدي أخبراني أبي عن أبي صلى مين عبد الملك بن مسلم بن صلى مين عن عمرنا بن ضبيان عن حكيم بن سعد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا قال اللهم بك أصول وبك أحول وبك أسير حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن سليمان لوين حدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أدرك أبا بكر رضي الله عنه فحيثما لاحقته فخذ الكتابة منه فذهب به إلى أهل مكة فقرأه عليهم فلاحقته الجحفة فأخذت الكتابة منه ورجع أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله نزل في شيء قالا لا ولكن جبريل جاءني فقالا لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك حتى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم الطيمي عن الحارث بن سويد قال قيل لي علي رضي الله عنه إن رسولكم كان يخصكم بشيء دون الناس عامة قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا بشيء في قراب سيفي هذا فأخرج صحيفة فيها شيء من أسنان الأبل وفيها أن المدينة حرم من بين ثور إلى عائر من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينا لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل حثنى محمد بن جعفر حثنى محمد بن جعفر ودمت المسلمين وذنة الناس لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل فمن أخفر فمان أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينا لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الأحزاب حبسون عن صلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم او قبورهم وبطونهم ناراً قال شعبة ملأ الله قبورهم وبيوتهم او قبورهم وبطونهم ناراً لا أدري أفي الحديث هو ام ليس في الحديث اشك فيه حثنا عبد الله حدثن نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس حدثنا خالد بن قيسين عن يوسف بن مازئ ان رجلا سأل علي رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين انعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفه لنا فقال كان ليس بالذاه بطولا وفوق الربعة اذا جاء مع القوم غمرهم ابيض الشديد الوضح ضخم الهامة اغرى ابلج هديب الاشفار شثنا الكفين والقدمين اذا مشى يتقلع كأنما ينحدر في صباب كأن العرق في وجهه اللؤلؤ لم ارى قبله ولا بعده مثله بابي وامي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا نوح بن قيس حدثنا خالد بن قيس قيس عن يوسف بن مازئ عن رجل عن علي رضي الله عنه انه قيل له انعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان ليس بالذاه بطولا فذكر مثله سواء حدثنا عبد الله حدثني نصر بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن عيمي بن حكيمين عن ابي مريم عن علي رضي الله عنه قال كان على الكعبة اصنام فذهبت لأحمل النبي صلى الله عليه وسلم ما اليها فلم استطع فحملني فجعت اقطعها ولو شئت لنلت السماء حدثنا عبد الله حدثني ابو خيثمت حدثنا شبابة بن سوار حدثني نعيم بن حكيمين حدثني ابو مريم حدثنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قوما يمرقون من الاسلام كما يمرق الساهم من الرمية يقرؤون القرآن ليجاوزوا تراقيهم طوبة لمن قتلهم وقتلوه علامتهم رجل مخدج اليد حدثنا عبد الله حدثني نصر بن علي وعبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن داود عن نعيم بن حكيمين عن ابي مريم عن علي رضي الله عنه ان امرأة الولد بن عقبة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الوليد يضربها وقال نصر بن علي في حديثه تشكوه قال قولي له قد اجارني قال علي فلم تلبث الا يسيرا حتى رجعت فقالت ما زادني الا ضربا فاخذ هدبة من ثوبه وقال نصر بن عقبة من ثوبه من ثوبه من ثوبه من ثوبه وقال اللهم عليك الوليد اثمابي مرتين وهذا لفظ حديث القواريري ومعناهما واحد حدثنا عبد الله حدثني ابو بكر بن ابي شيبة وابو خيثمة قال حدثنا عبيد الله بن موسى انباء نعيم بن حكيمين عن ابي مريم عن علي ان امرأة الولد بن عقبة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزاري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوم الاحزاب على فردة من فرض الخندق فقال شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم او بطونهم وبيوتهم نارا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت القاصم ابن ابي بزة يحدث عن ابي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كفة الا ما كان في قراب سيفي هذا قال فاخرج صحيفة فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سدق منار الارض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من اوى محدثا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي حسان الاعرج عن عبيدة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الاحزاب اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى حتى ابت الشمس حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل قال سمعت حجية ابن عدي قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه وسأله رجل عن البقرة فقال عن سبعة وسأله عن الاعرج فقال اذا بلغت المنسك وسئلا عن القرن فقال لا يضره وقال علي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن حثنا بهز وعفان المعنى قال حدثنا حماد بن سلمة اخبرنا سماك عن حنشي بن المعتمري ان علي رضي الله عنه كان باليمن فاحتفروا زبية للاسد فجاء حتى وقع فيها رجل وتعلق باخر وتعلق الاخر باخر حتى صاروا اربعة فجرحهم الاسد فيها فمنهم من مات فيها ومنهم من اخرج فمات قال فتنازعوا في ذلك حتى اخذوا السلاح قال فأتاهم علي رضي الله عنه فقال وي لكم تقتلون مئتي انساء انساء في شأن اربعة انسية تعالوا اقضي بينكم بقضاء فان رضيتم به وإلا فارتفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد للأول ربع دية وللثاني ثلث دية وللثالث نصف دية وللرابع لدي تكاملة قال فرضي بعضهم وكره بعضهم وجعل لدي تعلق بائل الذين ازدحموا قال فارتفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال بهز قال حماد احسبوه قال كان متكيئا فاحتب قال سأقضي بينكم بقضاء قال فاخبر ان علي رضي الله عنه قضى بكذا وكذا قال فامضى قضاءه قال عفان سأقضي بينكم حدثنا عبد الله حدثني حجاح بن الشاعر حدثنا شبابة حدثني نعيم بن حكيمين حدثني ابو مريم ورجل من جلساء علي رضي الله عنه عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم غديركم من من كنت مولاه فعلي مولاه قال فزاد الناس بعد والمن ولاه وعادي من عداه حدثنا بهز بن اسد حدثنا حماد بن سلمة انباءنا سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي ان علي رضي الله عنه سئلا عن البقرة فقال عن سبعة وسئلا عن المكسورة القرن فقال لا بأس وسئلا عن العرج فقال ما بلغت المنسكة ثم قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العينين والاذنين حدثنا عبد الله حدثني العباس بن الوليد النرسي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سعيد الجريري عن ابي الوردي عن ابني اعبد قال قال لي علي بن ابي طالب رضي الله عنه يا ابن اعبد هل تدري ما حق الطعام قال قلت وما حقه يا ابن ابي طالب قال تقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا قال وتدري ما شكره اذا فرغت قال قلت وما شكره قال تقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا ثم قال لا اخبرك عني وعن فاطمة رضي الله عنها كانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت وكانت من اكرم اهله عليه وكانت زوجتي فجلت بالرحة حتى اثر الرح بيدها واسقت بالقربة حتى اثرت القربة بنحرها وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها واوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها فاصابها من ذلك ضرر فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي او خدمين قال فقلت لها انطلقي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأليه خادما يقيك حرما انت فيه فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده خدما او خداما فرجعت ولم تسأله فذكر الحديث فقال اشاء لا ادلك على ما هو خير لك من خادمين اذا اويت الى فراشك سبحي ثلاثا وثلاثين واحمدي ثلاثا وثلاثين وكبري اربعا وثلاثين قال فاخرجت رأسها فقالت رضيته رضيته عن الله ورسوله مرتين فذكر مثل حديث ابن علية عن الجريري او نحوه حثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن ابي حسان عن عبيدة قالا كنا نرى ان صلاة الوسط صلاة الصبح قال فحدثنا علي رضي الله عنه انهم يوم الاحزاب اقتتلوا وحبسون عن صلاة العصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم املأ قبورهم نارا او املأ بطونهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسط قال فعرفنا يومئذ ان صلاة الوسط صلاة العصر حثنا بهز حدثنا شعبة اخبراني عبد الملك بن ميسرة عن زيدي بن وهبن عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه حلة سياراء فلبسها وخرج على القوم فعرف الغضب في وجهه فأمره ان يشققها بين نسائه حنا بهز حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهرة ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر اتي بتور من ماء فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذرعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقالا ان ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن سلمة ابن كهيل عن الشعبي ان علي رضي الله عنه قال لشراحة لعلك استكرهت لعل زوجك اتاك لعلك قالت لا فلما وضعت جلدها ثم رجمها فقيل له لما جلدتها ثم رجمتها قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثنا ابو كامل فضيل بن الحسين وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمني بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه حدثنا عبد الله حدثني ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر حدثنا ابو معاوية عن عبد الرحمن بن اسحاق القرشي عن سيار أبي الحكم عن أبي وإل إن قال أتى علي رضي الله عنه رجل فقال يا أمير المؤمنين أني عجزت عن مكاتبتي فأعني فقال علي رضي الله عنه ألا أعلمك كلمات علمني يهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دننير لأداه الله عنك قلت بل قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك حدثنا عبد الله حدثنا أبو كامل الجحضري ومحمد بن أبي بكر المقدمي وروح بن عبد المؤمن المقري وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب وعبيد الله بن عمر القواريري يقال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عاصمي بن كليب حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال كنت جالسا مع أبي موسى فأتنا علي رضي الله عنه فقام على أبي موسى فأمره بأمر من أمر الناس قال قال علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريقة واذكر بالسداد تسديد السامي ونهاني أن أجعل خاتمي في هذه وأهوى أبو بردة إلى السبابة أو الوسطى قال عاصم أنا الذي اشتبه علي أيتهم عن ونهاني عن الميثرة والقصية قال أبو بردة فقلت لأمير المؤمنين ما الميثرة وما القصية قال أما الميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن يجعلونه على رحالهم وأما القصي فثياب كانت تأتينا تأتينا من الشام أو اليمن شك عاصم فيها حرير فيها أمثال الأطرج قال أبو بردة فلما رأيت السبانية عرفت أنها هي حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن المنهالي أخو حجاج حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمني بن سعد قال قال رجل لعلي يا أمير المؤمنين أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان فقال ما سمعت أحدا سأل عن هذا بعد الرجل إن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان فقال إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرما فإنه شهر الله وفيه يوم تاب على قومين ويتوب فيه على قومين حدثنا عبد الله حدثنا روح بن عبد المؤمن حدثنا عبد الواحد بن زياد وحدثني عمر الناقد حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها حدثنا عفان أراه عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتيت علي رضي الله عنه وقد صلى فدعى بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا أن يعلمنا فأتي بتصط وإناء فرفع الإناء فصب على يده فغسلها ثلاثا ثم غمس يده في الإناء فمضمض واستنثر ثلاثا ثم تمضمض وتنثر من الكف الذي أخذ منه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمن ثلاثا ويده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الماء فمساح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمن ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا حثنا معاذ أنبأنا زهير بن معاوية أبو خيثمة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجازرة منها قال نحن نعطيه من عندنا حدثنا معاذ حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا إلا أنه لم يقل نحن نعطيه من عندنا حثنا عفا نحدثنا همام أنبأنا قتادة عن أبي حسان عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس أو قال حتى آبت الشمس أحد الكلمتين حثنا عفان حدثنا حماد عن عطائي بن السائب عن أبي ضبيان الجنبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بامرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم علي رضي الله عنه فقال ما هذه قالوا زنت فأمر عمر برجمها فانتزعها علي من أيديهم وردهم فرجعوا إلى عمر رضي الله عنه فقال ما ردكم قالوا ردنا علي رضي الله عنه قال ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه فأرسل إلى علي فجاء وهو شبه المغضب فقال ما لك ردد هؤلاء قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبطل حتى يعقل قال بل قال علي رضي الله عنه عنه فإن هذه مبتلات بني فلاء فلعله أتاها وهو بيها فقال عمر لا أدري قال وأنا لا أدري فلم يرجمها حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وحدثني روح بن عبد المؤمن حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفعه أنه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن وهو ركع وقال إذا ركعتم فعظموا الهوى إذا سجدتم فادعوا فقمين أن يستجاب لكم حدثنا عبد الله حدثني أبو معمر حدثني علي بن مصير وأبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها حسن أبن أبي عادي عن أبن عو عن محمد قال قال عبيدة لا أحدثك إلا ما سمعت منه قال محمد فحلف لنا عبيدة ثلاث مرار وحلف له علي لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم عن لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعته منه قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة فيهم رجل مخدج اليد أو مفدون اليد أحسبه قال أو مودن اليد حدثنا عبد الله حدثني السويد بن سعيد أخبرنا علي بن مصير عن عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا النعمان بن سعد قال كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال لا والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم ولكن على نوق لم ترى الخلائق مثلها عليها حائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة حثنا محمد بن أبي عادي عن محمد بن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن عكر ما تقال وقفت مع الحسين فلم أزل أسمعه يقول لبيك حتى رم الجمرة فقلت يا أبا عبد الله ما هذا الإهلال قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يهل حتى انتهى إلى الجمرة وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها حثنا عبد الله حدثني زهير أبو خيثما تحدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أخبرني بشهر أصمه بعد رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله وفيه يوم تاب فيه على قومين ويتاب فيه على آخرين حتى نأسود بن عامر أخبرنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم أناس من قريش فقالوا يا محمد إن جيرانك وحلفاك وإن ناسا من عبيدنا قد أتوك ليس بهم رغبة في الدين ولا رغبة في الفقه إنما فروا من ضياعنا وأموالنا فارددهم إلينا فقال لأبي بكر رضي الله عنه ما تقول قال صدقوا إنهم جيرانك قال فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حسنا عبد الله حدثني السويد بن سعيد سنة ست وعشرين ومائتين أخبرنا علي بن مسهرين عن عبد الرحمني بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي رضي الله عنه قال سأله رجل أقرأ في الركوع والسجود فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ في الركوع والسجود فإذا ركعتم فعظموا الله وإذا سجدتم فاجتهدوا في المسألة فقمين أن يستجاب لكم حسنا عبد الله حدثني عباد بن يعقوب الأسدي أبو محمد حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمني بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها والظهورها من بطونها فقال أعرابي يا رسول الله لمن هي قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى لله بالليل والناس نيام حسنا عبد الله حدثني روح بن عبد المؤمن المقري وحدثنا عبد الواحد بن زياد وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي وحدثنا ابن فضيل جميعا عن عبد الرحمني بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها حتى ناسود بن عامر أنبأنا أبو بكر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن صبع قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال والذي فلق الحبة وبرا أن سمت لتخضبن هذه من هذه قال 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 الناس فأعلمنا من هو والله لنبيرن عترته قال أنشودكم بالله أن يقتل غير قاتل لي قالوا إن كنت قد علمت ذلك استخلف إذن قال لا ولكن أكلكم إلى ما وكلكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا سليمان بن داود أنبأنا زائدة وعن السدي عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطبنا علي رضي الله عنه قال يا أيها الناس أقيم على أرقائكم الحدود من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد فأتيتها فإذا هي حديث عهد بنفس فخشية أن جلدتها أنثموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت حثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابني مضرب عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت إنك تبعثني إلى قومين وهم أسنوا مني لأقضي بينهم فقال إذهب فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك حثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة سوقا ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من النساء والرجال فإذا أشتهى الرجل صورة دخل فيها وإن فيها لمجمعا للحور العين يرفعنا أصواتا لم يرى الخلائق مثلها يقولنا نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الراضيات فلا نسخط ونحن النعمات فلا نبأ اسفط وبال من كان لنا وكنا له حدثنا عبد الله حدثني زهير أبو خيثمت حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة سوقا فذكر الحديث إلا أنه قال فإذا أشتهى الرجل صورة دخلها قال وفيها مجتمع الحور العين يرفعنا أصواتا فذكر مثله حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبان البلخي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حيتا بن قيسين عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم شرب فضل وضوئه ثم قال من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا حان يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سويدي بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن ليجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق الساهم من الرمية قتالهم حق على كل مسلمين حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن حارثة ابن المضرب عن علي رضي الله عنه حدثنا يحيى بن آدم وأبو النضر قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن علي رضي الله عنه قال لكن إذا إحمر البأس ولقي القوم القوم أتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيدي بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف ثم أردف أسامة فجعل يعنيق على ناقته والناس يضربون الأبل يمينا وشمالا لا يتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس ودفع حين غابت الشمس فأتى جمعا فصل بها الصلتين يعني المغرب والعشاء ثم بات بها فلما أصبح وقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف قالا ثم سارف لما آت محسرا قرعها فخبت حتى جاز الوادي ثم حبسها وأردف الفضل الفضل ثم سار حتى آت الجمرة فراماها ثم آت المنحر فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر ثم أتته أمرأة شابة من خثعم فقالت أن أبي شيخ قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ أن أحج عنه قال نعم فأدي عن أبيك قال ولو عنق الفضل فقال له العباس يا رسول الله ما لك لويت عنق أبن عمك قال رأيت شابا وشابة فخفت الشيطان عليه ما قال وأتاه رجل فقال أفضت قبلا أن أحلق قال فاحلق أو قصر ولا حرج قال وأتزمزم فقال يا بني عبد المطالب سقايتكم لولا أن يغلبكم الناس عليها لا نزعت حثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني ابن البريد عن اسماعيل الحنفي عن مسلمين البطين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أخذ بيد علي رضي الله عنه فانطلقنا نمشي حتى جلسنا على شط الفراط فقال علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا قد سباق لها من الله شقاء أو سعادة فقام رجل فقال يا رسول الله فيما إذا نعمل قال العمل فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن إلى قوله فسنيسره للعسرة حثنا عبد الله حدثنا اسحاق بن اسماعيل حدثنا وكيع حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي حية الوادعي قال رأيت علي رضي الله عنه بالا في الرحبة ثم دع بماء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومساح برأسه وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلك الذي رأيتموني فعت حثنا عبد الله حدثني زهير أبو خيث ما تحدثنا عبد الرحمن عن سفيانة عن أبي اسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا حثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحواصي عن أبي اسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فأنقى كفيه ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومساح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فشرب فضل وضوئه ثم قال إنما أردت أن أريكم طهول رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا عبد الله حدثني السويد بن سعيد حدثنا مروان الفزاري عن المختري بن نافع حدثني أبو مطر البصري وكان قد أدرك علي رضي الله عنه أن علي اشترى ثوبا بثلاثة دراهما فلما لبسه قال الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حثنا عبد الله حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية الهمداني قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلي قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم شرب فضل وضوءه حنى محمد بن عبيد حدثنا مختار بن نافعا التمارو عن أبي مطر أنه رأى علي أتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه إلى ما بين الرسغين إلى الكعبين يقول ولبسه الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي فقيل هذا شيء ترويه عن نفسك أوي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله عند الكسوة الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي حثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار عن أبي مطر قال بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي في المسجد على باب الرحبة جاء رجل فقال أرني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الزوال فدعا قنبرا فقال ائتني بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومساح رأسه واحدة فقال داخلهما من الوجه وخارجهما من الرأس ورجليه إلى الكعبين ثلاثا ولحيته تهطل على صدره ثم حسى حسوة بعد الوضوء ثم قال أين السائل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم أثنى محمد بن عبيد وأبو نعيمين قال حدثنا مصعر عن سعد بن إبراهيم عن ابن شدد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أباه وأمه لأحد إلا لسعد قال أبو نعيمين أبويه لأحد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة قلت عن أبي عبد الرحمني عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لاك تنوق في قريش ولا تزوج إلينا قال وعندك شيء قال قلت نعم ابنة حمزة قال تلك أبنة أخي من الرضاعة حتنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال بعض أصحابه لو اتخذنا مثل هذا قال أتريدون أن تنزوا الحمير على الخيل إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون حدثنا عبد الله حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا العلاء بن هلال الرقي حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيدي بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي حية قال قال علي رضي الله عنه ألا أريكم كيف كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قلنا بل قال فأتوني بطست وتور من ماء فغسل يديه ثلاثا واستنشق ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ومساح برأسه ثلاثا وغسل رجليه ثلاثا حان أبو سعيد حدثنا حماد بن سلمة عن عطائي بن السائب عن أبي ظبيانا أن علي رضي الله عنه قال لعمر يا أمير المؤمنين أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبطل حتى يعقل حدثنا أبو سعيد حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي الأكبر أنه سمع أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطيت أربعا لم يعطهن أحد من أنبياء الله أعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعلت راب لي طهورا وجعلت أمة خير الأمم حدثنا أبو سعيد حدثنا حماد بن سلمة عن عطائي بن السائب عن أبي ظبيان أن علي رضي الله عنه قال العمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبطل حتى يعقل حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك على أنه مغفور لك لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين حان أبو سعيد حدثنا هشيم حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحريث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربى ومواكله وشهديه وكاتبه والمحل والمحلال له والوشيمة والمستوشمة ومانع الصدقة ونهى عن النوحي حان حجاج قال يونس بن أبي إسحاق أخبرني عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من أذنب في الدنيا ذنبا فعوق بابه فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه وعاف عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عاف عنه حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة وحدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن منصور عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال صلينا مع علي رضي الله عنه الظهر فانطلق إلى مجلس له يجلسه في الرحبة فقعد وقعدنا حوله ثم حضرت العصر فأتي بإناء فأخذ منه كفا فتامض مضى واستنشق ومساح بوجهه وذراعيه ومساح برأسه ومساح برجليه ثم قام فشرب فضل إنائه ثم قال إني حدثت أن رجالا يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قائم إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعت حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصمي بن كليب عن محمد بن كعب القرضي أن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لا أربط الحجر على بطني من أجوعي وإن صدقتي اليوم لا أربعون ألفا حدثنا أسود حدثنا شريك عن عاصمي بن كليب عن محمد بن كعب القرضي عن علي رضي الله عنه فذكر الحديث وقال فيه وإن صدقة مالي لا تبلغ أربعين ألف دينار حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا حمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم لما عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظر النظر فإن الأولى لك وليست لك الأخيرة حثنا زكريا بن عدي أنبأنا عبيد الله بن عمر وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن سماه حمزة فلما ولد الحسين سماه بعمه جعفر قال فدعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إني أمرت أن أغير أسم هذين فقلت الله ورسوله أعلم فسماهما حسنا وحسينا حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربي عتاب بن ناجذ عن علي رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ادعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطالبي فيهم رهت كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق قال فصنع لهم مدا من طعمين فأكلوا حتى شبعوا قال وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ثم دعى بغمر فشرب حتى روى وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب فقال يا بني عبد المطالبي إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي قال فلم يقم إليه أحد قال فقمت إليه وكنت أصغر القوم قال فقال إجلس قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي إجلس حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر حدثنا أبن فضيل عن الأعمشي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزالي بن سبرة عن علي رضي الله عنه أنه شرب وهو قائم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا عفان حدثنا حمد بن سلمة حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم اللي الطيمي عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي إن لك كنزا من الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه نحر بيده ثلاثين وأمرني فنحرت صائرها وقال اقسم لحومها بين الناس وجلودها وجلالها ولا تعطين جازرا منها شيئا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك قلنا من أطاق من ذلك قالا إذا كانت الشمس منها هناك هيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هناك هيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين قال أبو عبد الرحمة حدثني سريج بن يونس أبو الحريث حدثنا أبو حفص الأبار عن الحكم بن عبد الملك عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربي عتاب بن ناجذ عن علي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فيك مثل من عيسى أبغضته اليهود حتى باهت وأمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به ثم قال يهلك في رجلان محب مفرط يقرضني بما ليس في ومبغض يحمله شناني على أن يبهتني حان عبد الله حدثني أبو محمد صفيان بن وكيعي بن الجراحي بن مليح حدثنا خالد بن مخلد حدثنا أبو غيلان الشيباني عن الحكم بن عبد الملك عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربي عتاب بن ناجد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إن فيك من عيسى مثلا أبغضته يهود حتى باهت وأمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به ألا وإنه يهلك في أثنان محب يقرضني بما ليس في ومبغض يحمله شناني على أن يبهتني ألا أني لست بنبي ولا يوحى إلي ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطعت فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عاصم ابن كليب عن أبيه قال كنت جالسا عند علي رضي الله عنه فقالا إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده أحد إلا عائشة رضي الله عنها فقال يا أبن أبي طالب كيف أنت وقوم كذا وكذا قال قلت الله ورسوله أعلم قال قوم يخرجون من المشرق يقرؤون القرآن ليجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق الساهم من الرمية فمنهم رجل مخدج اليد كأن يديه فدي حبشية حدثنا عبد الله حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا عاصم بن كليب كليب عن أبيه قال كنت جالسا عند علي رضي الله عنه إذ دخل عليه رجل عليه ثياب السفر فاستأذن على علي رضي الله عنه وهو يكلم الناس فشغل عنه فقال علي رضي الله عنه إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله عنها فقال لي كيف أنت وقوم كذا وكذا فقلت الله ورسوله أعلم ثم عاد فقلت الله ورسوله أعلم قال فقال قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوزوا تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق الساهم من الرمية فيهم رجل مخدج اليد كأن يده ثدي حبشية أنشهدكم بالله هل أخبرتكم أن فيهم فذكر الحديث بطوله حسنا عبد الله حدثني صفيان بن واكعي بن الجراح حدثنا أبي عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي عن عمر نذي مر قال أبصرنا علي رضي الله عنه توضأ فغسل يديه ومضمض واستنشق قال وأنا أشك في المضمضة والاستنشاق ثلاثا ذكرها أم لا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا كل واحدة منهما ثلاثا ومساح برأسه وأذنيه قال أحدهما ثم أخذ غرفة فمساح بها رأسه ثم قام فشرب فضل وضوءه ثم قال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ آخر مسند أمير المؤمنين علي رضي الله عنه